في فيديو النهاردة هنتكلم عن كورس تجارة التنينية وزي انت تتحقق ارباحا بطريق المجال ده خطوة بخطوة من الصف سواء انت مختارف او مبتدل هنتكلم بالفيديو ده عن كل حاجة من بداية اختيار المنتج لشحن المنتج نفسه للتسويق للمنتج نفسه وانواع الاستراتيجيات التسويئية اللي انت ممكن تشتغل عليها وانواع الشركات اللي انت ممكن تشتغل عليها كل حاجة هنتكلم عليها المجاني والمدفوع هنتكلم كل حاجة كورس شامل طويل شوية الفيديو بس حاول بقدر ام كان انت تتفرج على كل خطوة وكل حاجة فيه بحيس ان انت تقدر تستفيد باكبر قدر ممكن عشان تقدر ان انت تتحقق نتائج فيه اقربة ان شاء الله. تابع الكورس الاخر متنسى انت تنسى تعمل شراك للقناة وتعمل لايك اعمل حاجة لايك عشان يوصل لناس تانية. الناس تانية تقدر تستفيد تقدر تابع اي فيديوهات تانية موجودة عمدي على القناة بشكل تفصيلي هتلاقي في فيديوهات او اقسام معينة مخصمة لفيديوهات قلغة شوية عشان لو انت حاب تتفرج على القسم الواحد وعلى القناة عندنا. ما تنساش تانية تنسى تعمل اشتراك وخلينا نبدأ فيه الخطوات العملية على طول مباشرة للكورس ويننتقل للاب توب عندي يلا بينا. في الكورس ده هنتكلم عن ازاي تختار المنتج ازاي ان انت تساول المنتج بتاعك ازاي التطبيقات بتاعتك ازاي ان انت ترتبها بشكل مناسبة وتكون بتدعم اه الموقع بتاعك وزاي ازاي تكون بترفع اصلا من مستوى المبيعات والامور دي. ونفس الكلام هنتعلم ازاي تساول على الفيسبوك وزاي ان انت تساول عن طريق عن طريق اللي هم المؤثرين عن الاستجدام. كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل في الكورس ده. اه تاني حاجة من افضل الحكاية التي تعملت حتى الان الكورس ده فعليا لانه افضل كتير من الكورسات اللي كانت قبل كده بسبب ان الكورس ده جي بعد فعليا خبرة ما يقارب الخمسة لاربع سنين في مجال ومشاكل وفشل براندات كدير عملناها. فدي اسرع اه بص مش طريقة سريعة لكن هي طريقة سهلة في ان انت تبدأ تبني جديد تبني يكون عندك معلومات صح يكون عندك اه بنسميه تأسيس صح. تمام? فكل ده انا هتكلم عني في الفيديو ده خطوة بخطوة فاركز معايا وفضي نفسك لو انت مش مركز حاليا حاول الفض نفسك عشان هنتكلم بالتفصيل في كل حاجة في الفيديو ده ان شاء الله. طيب الحاجة التانية ان اللي انا بيتكلم عنيه في الفيديو انا ما عايش هتلاك كلمش بها بانجريزي بس انا دايما هكلم بالعربي ان الكورس ده للناس اللي عايزة تشتغل على المادة طويل اللي عايز تبني براند اللي عايز تبني حاجات على المادة طويل مش للناس اللي عايزة تبقى غنية بسرعة لان ده اصلا مستحيل ولو حصل بيجي بالحظ. خيب دلوقتي ايه بقى هو ازاي التجارة لو تناقي بيمشي او ايه هو خطوات. انا بنبدأ زي ما تقول اول حاجة من العميل نفسه انا بقى استادفه وبشوف انا عايز ابيع ايه على اساس المنتج بتاعي ببدأ ان انا اقرر اختاره. بعد كده العميل بيجي يختار من عندك المنتج تمام انت بتروح تدفع او بيدفع من عندك تمام انت بتروح بعد كده تدفع للسيرل اللي هو المورد اللي هي اصلا للمنتجات عنده. يعني انت المنتج ما بيكونش عندك نهائي. المنتج بيبقى عند مورد. وانت بس بتحط الصور بتاته عندك هالمنتج. ولما بيجي لك الوردر بتروح اللي هو المورد بتاعك تمام? بتتفعله تمام? وبتقول له ان انا تمام? هو تلقائيا بتحط له العميل فهو بياخد المنتج ويبعثه للعميل. يعني كل اللي انت بتعمله كوسيط. طيب ناس تانية بتقول لك طب اللي يشتروا منك اصلا ممكن يشتروا من اي بي اي وامازون وهي هي دي نقطة بتاعت التسويق الالكتروني. ده الكلام ده مش صحيح نهائيا. آآ شفنا سبعمية الف براند تطلع في الوقت ده تما كل الناس بكتشترت من دي وراح تشترت. لا كلام ده مش صحيح. كل واحد عنده سوقه. كل واحد انت بتسويقك بتعرف زي تسوق منتج. يعني ممكن انت آآ بطريق فيديو المنتج بتاعك. انت تعمل براند اصلا للمنتج بتاعك ده. فيكون اكتر آآ تأثير. انو الناس مش بيبص على براندات كبيرة. انا شخصيا عمري مشتريت حاجة من امازون. مسلا غير حاجات اقول ايه لا. ايه بي الكلام ده كله. لا انا ببص انا لو ايه براند بيقدم خدمة دي معينة. وبحاجة معينة. لا انا روح اشتري من براند ده ومشتريش من امازون. فبالعكس الناس متوقعش تفكر بالطريقة دي وبنحق ارقام كبيرة بدون امازون والكلام ده قولي. طيب السؤال اللي بعد كده هو كام احتاج عشان ابدأ. كامل راس المال اللي ممكن ابدأ باقل راس المال ممكن تبدأ فيه زي ما قولنا من خمسمائة الف خمسمائة دولار. بس انا بفضل دايما لان هو بيكون موضوع المية تلتمية. آآ ده ممكن يكون لما لو هتركز بس على اللي هو آآ تسويع عن طريق المؤسرين. لكن عايز تبدأ في المجال نفسه انا بجوف ان الف وخمسمائة دولار هو اقل راس ما اللي ممكن تبدأ به لان بيحصل ساعة اللي مش كل المنتجات بتشتغل معك مرة واحدة. في حاجات بتنزل في حاجات بتطلع. فبيكون لازم لازم يكون عندك ريسك ان انت مسلا لو صرفت تلتمية وخزرتهم. تمام? طيب ايه اللي انا بحتاج ان انا ادفعه شهريا اصلا او اللي انا هحتاج ادفعه طول ما انا شغال في الاي كوميرس. اول حاجة بيبقى عندك نفس الموقع اللي انت بتشتغل عليه اللي هتبني عليه الموقع ده بياخد منك عشرين دولار. عندك الدومين بيبقى حوالي من اربعتاشر لعشرين او اقل ساعة بيبقى كده. السيم اللي هتشتري السيم بدأ بتشتريه مرة واحدة وخلاص. اه زي الدومين. او ممكن تشغل حتى على الفريل على الشوبي فاي. تمام? اللوجو بيبقى عشرين او خمسة دولار برضو. يعني انت ممكن تقلل كوست بتاعتك. التطبيقات بتاعتك بتكون حوالي تقريبا من عشرين لتمانين دولار. دي بتحتاجها تمام? الماركتين بقى اللي هو الاساس التسويق بيبقى من خمسمية لتلات تلاف. ده الرينجل اللي انت ممكن تلعب فيه. غير حاجتين هم اللي بتدفعهم بشهر شهر. اللي هو والتطبيقات. بتدفعه مرة واحدة وانتهى خلاص. تمام? قبل ما نكمل الفيديو آآ هيبقى فيه اللي ان الفيديو هيبطيل شوية. ففي ناس ممكن يكون عندها خبرة مش عايز يسمع الكلام ده بالبدأ لانه هو عنده خبرة قصلا بدأ فهو عايز يخش اعطوه لعقصة معينة او حاجة معينة اللي انت عايز تروحها بدل ما تتفرج او ممكن تتفرج على الفيديو كله وانا بنسى حين تتفرج على الفيديو كله تمام? طيب عندنا الرقم واحد واللي دايما في ناس كتيرة جدا بينسوها الناس بتكلم على دايما على كورسات شو بي فاي وبينسوها هو جماعة موضوع البزنس طيب ان انت لازم يكون عندك بزنس طيب انا مش بزنس بمعنى ان انت بقى خمسين الف لا يعني انت وضعف تفتح بزنس بمتين لتلتمية دولار بس سواء في امريكا او بريطانيا وانا بفضل امريكا عشان الدرايب وموضوع الدرايب كده في مدينة او كده عشان ده بيسهل عليك سواء بقى ان انت نستفع عندك تقدر ان انت تفتح الناس عندك بالفيزا بالبيبال كل ده وميكونش عندك مشاكل قدام مع المنصات دي محصلش اي مشكلة فانا بفضل ان دي اول خطوة تعملها قبل ما تعمل اي حاجة يعني قبل ما تاخد وقت في الحاجة التانية لان هي بتاخد وقت بزن بسبب كورونا دلوقتي فانا بفضل موضوع الالسي الالسي دي يعني هي الشركة المحدودة ان انت لازم تفتحها وتكون بنفس اسم الدمية يعني اسم يعني مسلا فيه براند معين هتفتح نفس الاسم بالضبط لازم تعمل والن ده هتحتاجه فين لما تيجي عند الفيسبوك بايب اينا نقطة ايه اللي خليني اقول ان المنتجات دي او هي الشروط اللي على اساسها باختور ان المنتج ده فعلا يعني ومنتج انا هيحاعم معام باعات شغال مش شغال الكلام ده كله في عندنا اكتر من خمستاشر بسنة حاولت اجيب لك ايه اهم حاجات اللي انت ترجع ده لو انت بتقطع اي منتج يتحضوه بقواعد قداما كده عندك واحد ان يكون ان ده يكون بسموه ايه يعني اخر حاجة للمنتج لان فيه منتجات كترة بتشغلها حلوة بيكون طلع منها ودي مشكلة كبيرة جدا عن طلابه عندنا عندي اكتر من ده من تلاف طالب فين انه بيدلاها شغال في منتج كويس بيستطلع منه اوبديت كتير تمام ان المنتج ده يكون تمام منتجات الترند دلوقتي من ضمن اهم الحاجات ده انت تشغل عليها ان انت لو عايز تدور على منتج شوف لو فيه منتج حتى لو مفوش يعني مش بيضي قيمة كبيرة بس فيه الناس شغال عليه وحباه اه ده من المنتجات اللي بتشغل معك كويس جدا في الفاتريتها الحاجات اللي بيكون فيها بتاع الفيديوز بتاعتها عالية جدا الحاجات اللي بيكون فيها قيمة عسابة انا مش وقاة من الطول ما فيش قيمة بس فيه منتجات سعبة بتضي قيمة بتكون شغالها كويس جدا والمنتجات اللي انا بفضلها دايما اللي بيكون لها فئة كبيرة اه في اله بيسموها ايه فئة كبيرة في موضوع الاستهداف يعني ميكونش فيه تخاصية مسلا 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 شكوش مسلا او حاجة ليه علاق فده انت بتستهدف بس الناس اللي شغالة في النجارة فانت ايه اللي هو خليت المساحة للناس اللي بتستهدفها قد كده لأ انا بفضل الحاجة اللي يكون فيها عوام من ناس اي حد يقدر يستخدم المنتج ده عشان بيكون عندك فرصة اكبر ان انت تنجح بالمنتج اكتر ده مش معنى ان انت تنجح بالتاني تقدر بس ساعتها بيكون معك رأس مال محتاج رأس مال عشان تسته اكتر تروح لحد ما تستهدف الفئة الصغيرة انت بستهدف تمام هنتكلم في التفصيل اكتر طبعا احنا دلوقتي اتكلم شكل عام اتكلم في التفصيل وهنتكلم عام هي دلوقتي واحنا ماشيين في الكورس فهركز جدا بكل من كلمة اللي بقولها حاول اكتب وراه يا قلق وراه يا قلم عشان ان شاء الله نتكلم في كامل التفصيل في الفيديو ده طيب السؤال المهم اللي دايما بتسيله على القناة عندي ايه هو افضل نشات ايه افضل نيش يعني افضل حاجات اقدر اشتغل فيها في عندك اه في عندك الفتنس ده من الحاجات اللي كانت شغالها طبعا ايام كورونا كان كويس جدا دايما دايما الحيوانات في اوروبا دايما احنا بتسادف دايما الحيوانات النيش بتاع الحيوانات دايما شغال جدا الاطفال الفاشن الجايمينج اه خلينا اقول لكم ايه الحاجات اللي لها علاقة بالهيلس اللي هو التخصيص بس دي بشوية ببقى فيها الناس اللي ما عندهاش خبرة لك الكونتات بتاعتهم بتقفل بسرعة لكن هو من النشات اللي بتشتغل كده يعني تشتغل اللي فوق كده لانه هو ذات الستات والبنات بتشتغل بتحب الحاجات جدا فبتشتغل وتعملوا منها ببيعات بشكل رهيب. طيب السؤال بقى طيب ازاي بقى لقى المنتجات اللي انا هتكلم عليها من شوية ففي عندك ان انت اما تدور بي كيوورد يعني هتكتب كيوورد مسلا تكتب نيش معين او تخص معين او ان انت او ان يكون في ناس بتتكلم عن المنتجات معينة فانت تبدأ ايه ان انت تلعب على نقطة دي او ان انت تستخدم بقى حاجات بي دي يعني حيات مدفوعة في موقع مدفوعة كتير جدا في موقعين زي لنا انا نذكرهم دولاتي او في موقع اسم دروب بوينت برضو من ضمن المواقع كويس جدا هتلاقوا روابط كل اللينك هتلاقوا تحت الفيديو تمام? خليني اواريكم مسلا المسال يعني مسلا انا دولاتي بقول له يعني المنتجات اللي علاقة بالتكنولوجي اقل من مية دولار انا عايزوا يدور لي على حاجات اقل من كده على يوتيوب حتى تمام? فشايفين جاب لي فيديوهات كتير جدا نابل تتكلم عن فيديوهات اقل من مية دولار شايفين? شايفين? شايفين دخلت انا على الفيديو? شايفين ايه اللي حصل? اه كل المنتجات شايفين هو حاطت لينكات لكل المنتجات على الامازون طبعا تريد اتجيب من على الامازون وبعاكيها تروح تدور على المنتج نفسه على اكسابريس تمام? خلين نشوف المنتج شايف? ساربعين. ده منتج علعاب جيمين برضو. لان احنا كنا ندور حاجة اللي علاقة بالتكنولوجي. تمام? فشايفين تسا عبرين دولار. المنتج ده نفسه اصلا ممكن تلاقيه على مسلا عامل مثلا عشر او اتناشر دولار يعني. هما بيبيعوه على الامازون بخمسين ستين دولار خمسين دولار صحيح. تعالي جوب بقى على امازون عامل على راح ندوسنا على عشان نشوف اكتر حاجة جايب اتاني. اكتر منتج جايب اتاني. شايفين المنتج نفسه جايب كم? المنتج هنا بكام? آآ. عايز ينشو واحد قريب من اللي كان هناك شايفين هو ده قريب. يعني بص بنتكلم شايف مباعة ربعمية هنا برضو ربعمية. احنا بنتكلم تقريبا فرنج الاربعتاشر دولار. نبس نقفل ده. دي الصور ده كل الشغل بتاع بتاع يعني نفس المنتج شايفين نفس المنتج? موجود على اكسب لسه. هي دي الفكرة. بفين كامل تفاصيل للمنتج كل حاجة تقريب ان هوا بيكون مجهزها لك. سبع انت بتعدل عشو عشان تحطها على الموقع بتاعك. هي دي الفكرة انت بتاخد كل الشغل ده تحط عندك الموقع. ولما تبيع اه لما العميل يجي يشتري بالخمسين. حتى بتاع العملة. شايف انت مهم ان انت تقرأ عشان تشوف الناس دي ازا كان فيه مشاكل او حاجة زي كده ولا لأ. ناس بتشتكي ولا لأ. واخد ريفيو حلو واربعة فاصة ستة ده ريفيو حلو من خمسة يعني. شايفين حتى هي دي بقى فكرة جوجل دي. هنبقى نجيها في مرة تانية نتكلم عن ازاي المنتجات بتاعك. ازاي المنتج بتاعك يزهر ازاي المنتجات اللي انت شايفها فوق دي كلها. آآ ده عن طريق جوجل ادس. سنتكلم عليها ان شاء الله في كورس خاص بآآ جوجل ادس. طيب دلوقتي خلينا ان احنا مسلا نكتب كيوورد تاني مسلا زي بيت زي من توقع الحيوانات. خلينا نشوف شايفين دي بورد روس هتلاقوا كتير. دي 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 طريقة من ضمن الريسرش نحن نحن نتكلم فيها. نسميها يعني ناس بتتكلم عن المنتجات معنا فاته بتاخد المنتج ده وتروح تشتغل عليه حاجة زي كده. خلينا آآ نحن مسلا ندوس هنا. خلينا مسلا آآ انا اولدكم شوية طريقة خلينا دلوقتي مسلا نروح ندور مسلا عنيش تاني مسلا الفاشن مسلا خلينا كده نكتب فاشن. فاشن هو. نفس البتاع نوفا. شايفين برضو نفس الكلام. لو ناس كتيرة بتتكلم عن موضوع فاشن. يعملوا ريفيو. سوشي بروف. اوه تسعة مليون. تبقين تسعة مليون. واحد دولار اوما جات. حلم. دي طريقة من ضمن الطرق اللي انت تعرف تدور بها. انت بتخيل بها لما تكتب يعني كل شوية تكتبنيش. فدي ناس قريدي جابها ملايين والقريدي الناس بتفعلها معاها. وقريدي لما بيختار منتج فهو فعلا يعرف ان المنتج ده شغال. او هم بيشغلوه. فاته بتخيل بها لما تاخد حاجة زي كده او ناس تكلمت عليها قبل كده وتستهدف. حتى ممكن تستهدف صفحات الناس دي كله عبارة عن انت بتكتب وتدور. تمام? ان ليه هتلاقيه بركة شوية في المنتجات? لان هو الاهم. لان ان انت اكيد ما هو عامل زي كدك بتتأسس الشغل بتاعك. لو انت مش عارف هتشتغل في ايه? هتحتاج اللي بعد كده في ايه? صح? انت تسويب بعد كده في ايه? لو انت اصلا مش عارف ايه التخصص او ايه الحاجة اللي هتشتغل فيه. طبعا نيجي بعد كده عند من الحاجات الجديدة للناس ما تعرفهاش اللي هو من يعتبر من افضل المنصات دلوقتي في مضوع انت ممكن تساوي عامل زي الفيسبوك ان انت ممكن تشتغل عليها اصلا لوحده تمام? اه بيوتي انا باعش انيش بتاع بيوتي بس مشكلته انه مشاكله كتيرة وحكته كتيرة شايف المنتج? المنتج ده اظن ان اللي دخل كتير عكسي بس بيشوفه. مع انه بقاله كتير بس ما زال شغال واو 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 على على شايفين? هو ده المنتج بكام? جاب الفين او الفين ستومية. وهي بتبيعه كام? خلينا انا عايز اشوف مسلا حد تاني مسلا او نشوف الموقع اهو الموقع فوق اهو. هنشوف هي بتبيعه كام? بتبيعه شايفين? برضو عامل نفس الكلام بتسعة وتلاتين او اربعين دولار. وهو اصلا هناك باربعض رونا تخيرين. وده موقع سامبل شايفين الموقع سامبل ازاي? بسيط جدا. رويتر برضو. انا كل البلاتفورم انا بستخدمها. تمام? خلينا نشوف كيس مسلا. عاملين بتاع بتاعة البطاطس عاملينها كبس حاجات سامبل بسيطة بس بتعمل بتعمل شغل عالي. هي دي الفكرة. دايما نفكر بشكل كرياتيف. فكر وبالزات دلوقتي معضوم تيك توك والحاجات دي. ففكر ايه اللي ممكن يلعب مع الناس? ايه اللي الناس بتاع باقي حتى لو مش بيط زي ما نتولكم. مش بيطد قيمة. شايفين هنا اه تمن تلاف اردر في نفس المنتجات دي. هو المنتج قيمته تقليبا من واحد لتلاتة دولة تتخيلين. طبعا بيختلفها حسب نوع الايفون او نوع الجهاز اللي معاك. تمن تلاف تتخيلين. من من حتة منتج زي ده. طيب تيك توك. تيك توك يا جماعة. تيك توك. تيك توك برضو دلوقتي بين اكبر المنصات في الموضوع ده. من اجمد المنصات بزات دلوقتي عامل يطلع كده. تيك توك من لجمد المنصات اللي ممكن تلع لها منتجات. خلينا نكتب مثلا امازون. خلينا نشوف ان اي طلع ايه منتجات اللي هيتلعها. شايفين ملايين مشاهدات تيك توك. خلينا مثلا ندخل على المنتج الشابة لكونا دي ولا ايه. نشوف ان يبدأ تدور من المنتج اللي التاني شايف. دي. انا بكرت وزندوتش في الاول والله. خلينا نشوف حاجة تانية. جوجل اه جوجل جوجل جوجل. خلينا نشوف. يا افضل برندات للميك اوب. الناس المهتبين بمجال معين ممكن يتدور كده. يا افضل سيفورة. سيفورة اكيد كل عارف يعني. مش محتاج يعني سيفورة انا نتكلم عليه بس انت ممكن تبص على ايه افضل منتجات الناس عاملة عليها اخبار الناس بتشتريها من عنده كتير. تبدأ تاخد افكار على ايه المنتج اللي ممكن تاخده تعمله او تشتغل ايه بشكل خاص. بتاخد الفكرة دي من اين بقى? من سيفورة. عارفين يعني ايه سيفورة? خلينا مسلا نشوف اي منتج مسلا من دول ونروح نشوفه على عكس بريس كام. شايفين المنتج المنتجات هنا عملت ازاي من اتنين تلاتة دولار. تقيل ماكس مم تلاتة دولار. حتاشر الف ما بيه. يعني تقيل حتاشر الف واربعة فسطة تمانية. خلينا نشوف بقى هنا بيبيعوه كام? اتنين اتنون فسطة تمانية هو نفس المنتج تقريبا. شايفين هنا بقى على اه اللي ما يعرفش. احنا بناخد اللينك. هي حاجة جوة على اه عاليكس بريس ما ادروبش بسين. بتاخد على اللينك بيقول لك ازا كان المنتج دي شغال ولا لأ اه مبيعاته كويسة ولا لأ بتحط شايف هو بيقول لك بيعمل معدل قديم مبيعات يوميا انت بتتكلم في حوالي من عشرين للميت قردر في اليوم. نفس المنتج نفس اللينك اللي احنا اخدنا هناك شايفين? طبعا في حاجات اقوى من كده كمان. فانت بتبدأ تاخد برضو دي من هي كتير احنا بنستخدامها عشان ان انت تتدور فيها او تلاقي فعليا المنتج المناسب. تمام? النقطة التانية بعد اللي هو اللي هو اللي هو حاجة اسمها جوجل ترين. جوجل ترين ده برضو بتعرف من عليها ازا كان المنتج او الحاجة اللي انت اخترتها دي. بعد اللي احنا عملناها الفترة الفاتحة دي. يعني بعد اللي احنا عملنا في اليوم المنتج. تحط نفس اسم المنتج ده. بتعمل ومسلا وتعملها اخر مسلا بحباها اخر اتناشر شهر الاخر تسعين دي. تمام? انت تشوف هل المنتج بتاقي ده شغال عليه? عمالية بحس ولا لأ? آآ فيه ناس بتعمل عليه ولا لأ? وبعد كده. نفسك ممكن تتكرر. فيه ناس مسلا بتدور مسلا عهيد فون ستاند ولا هيد فون بس. بتشوف. شايف وقاب لك ايه? ان ان الهيد فون بس. اوه اوه. شايف الفرعمل ازاي? المقربة بين الاتنين. ممكن تحط واحد كمان حتى. بتخيلين الفرعم ازاي? التاني ده ميت خالص. ستاند. والهيد فون العادية. خلينا اير فون مثلا. اوه شايف اير فون طلعت اعلى شوية. اه ده بيسموه كارنات. انت بتحط اكتر من كيوورد اكتر من حاجة معينة انت بتدور عليه. بتشوف ايه الاكتر? هو بيطلر دايما اكتر الناس بتدور عليه. يعني? بعد كده بعد كده عندنا موقع اسمه بكيستا. تمام? ده برضو من ضمن المنتجات اللي هو بيطلع لك اصلا منتجاتي. عبدالما انت بتطور تعمل ريسيرش. هو بيعمل ريسيرش عنك. وبيطلع لك تفاصيل كل حاجة اللي انت كنت عمل بتاع. اللي احنا عملناه شوية من شوية ده. عشان اجاب معديل وتريند والكلام ده. هو بيعمل كل الكلام ده عنك. بيقول لك على عكس براية دي. وبيطلع لك اللينكات بتاع وعلى امازون. شايف? كل اللينكات موجودة على الجنب هي وحتى الفيديو بتاع المنتج نفسه. هو بيعمل كل حاجة عنك في مقابل. آآ في حاجات بتبقى فري في حاجات بتبقى مجال. فهتلاقوا اللينك بتاعه برضو تحت الدسكريبشن. ما تنساش تفعل الجرس عشان اي فيديوهات او اي حاجة دي ده. ما تنساش الجرس مهم جدا. اهم من السبسكرايب. ليه? لان الجرس هو اللي هيخلي دايما اي فيديوهات او اي حاجة تنسي جديدة هي تجي لك. تنساش تفعل الجرس. دلوقتي لو وقف الفيديو وانزل عمد آآ انزل يعمل انت لسه ما عملتش. طيب نرجع اذا انت لسه ما عملتش ينزل بقى الجرس. طيب موقع تاني اللي دخلنا عليه هو موقع اسمه دروب شاب. تمام? اللوارد رابيت. وهو عامة الارنب ده. بتجي تخش برضو على كلمة ويننج برودوكت. بتلاقي مطلع لك ايه افضل خمسين منتج او ايه افضل المنتجات اللي موجودة دلوقتي. تمام? تبدأ ان انت بوص شاب يطلع لك البروداكت نفسه وكوزتها كاما على ايكسي بريس. ممكن انت بيقه كامي. بالقطرح لك انت ممكن تبيعه كام? والبروفيت الربح بتاعك اللي انت ممكن تطلعه في المنتجات دي. ويعطي لك الدسكريبشن كمان القطرح لدسكريبشن ممكن تعمله اللينكات ايكسي بريس امازون كل حاجة فيديوهات. شايفين حتى فيديو للمونتر نفسه. المواقع دي ان هو بيوفر عليك حاجة كتيرة جدا في مقابل آآ في مقابل النقطة دي. تمام? دلوقتي بقى عند نقطة مهمة جدا. ازاي ان انا اصعر المنتج بتاعك? وعلى اي اساس اصعر وكام احط? طيب منموم اقل حاجة عشان تحط على المنتج بتاعك هو عشرين دولار. يعني مسلا. لو المنتج بتاعك بعشرين دولار يبقى هتبيع المنتج على اتنين واربعين مسلا تسعة وتسعين. آآ اتنين واربعين يعني دايما نحط عشرين دولار آآ الاتنين واربعين دول ده يكون داخلهم الشبج. يعني ما تعملش مسلا السعر بلاص وتحط كمان تخلي العملية دفع الشبج. لأ. حط السعر الشحن الداخل آآ الربح بتاعك. ليه? عشان ده بيكون افضل. تمام? تاني حاجة بعد ما توصل لعشرين لتلاتين اردر حاول يعني بينسموه يعني ارفع من سعر المنتج بتاعك اتنين دولار كل فترة يعني كل فترة مسلا يعني اتنين واربعين خليها اربعة واربعين وكزا. بس دايما يكون نهاية دايما يكون نهاية الرقم بتاعك. ايما خمسة وتسعين ايما تسعة وتسعين. يعني مسلا اتنين وتلاتين تسعة وتسعين. آآ اتنين وتلاتين خمسة وتسعين. اتنين وتلاتين. آآ اسموه ده اربعين مسلا تسعة وتسعين كده فهم? واحدة اربعين تسعة وتسعين واحدة اربعين خمسة وتسعين. دايما خمسة وتسعين والتسعة وتسعين دايما تكون عاملة. طيب هنا النقطة المهمة. ازاي بقى اشحن منتجاتي? طيب انا جبت المنتج وجبت وعملت كل حاجة زي اشحن. فيه مواقع كتيرة جدا. فيه عاليكسي بريس نفسه. وليه تطبيق عاليكسي بريس نفسه? ليه على تطبيق اسمه ما فضلوش كتير بس انت ممكن تبدأ به لو انت حابب. في حاجة اسمها ده من افضل المواقع اللي انا اللي انا بحبها هتلاقه برضو الرابط بتاعت ديسكريبشن. في عندك ده برضو من المواقع الجامدة. انا بحبهم. والقص بتاعهم قليل والشحن بتاعهم سريع قوي. تمام? في بعض المنتجات مش في كل المنتجات بس في المنتجات كتير. تمام? في عندك آآ في عندك في عندك في عندك في عندك كويسين بس آآ دايما بص كلهم كويسين. يعني انا هاعرض عليهم كلهم. بس انا دايما بفضل وي 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 سي جي دروبشابين. انا بفضل الموقعين دول جدا. ما هتلاقوا الرابط بتاعتهم بتاع كل المواقع دي تحت في عشان اللي عايز اشترك فيهم او اللي عايز يجرب يشحن عليهم. تمام? طيب هنا في شوية اسئلة محتاج ان انت تسألها لالسابلار اللي هو المورد على اسوان على اكس بريسا او على اي منصة قبل ما تبدأ معي. في اسئلة مهمة هتلاقوا برضو كل الاسئلة او الكلام ده كله هتلاقوا ان شاء الله تحت تمام? هي الفكرة ان انت الاول بتعرم في النفس بتقول له هاي انا كزا انا انا شغال في انا ناجح انا انا واحد عندي ناجحة حتى لو انت مش شغال. ما بتقول له هو هو كلام كده تحطها خلاص نعم? انا عندي اشتور وريدي ناكح في اه عندي بحق مبيعات كويسة في فانا عندي شوية اسئلة زي مسلا تقول له اه هل انت المنتجات بتاعتك دي مشغال ان هي تشتغل على الشو بي فاي ويه اه وان احنا ندل صواها على الفيسبوك وجوجل ولا لأ ولا عندها مشاكل هل انت عندك يعني عندك زي اللي بيسا او حيوم الكيام معا معا فواتي او مع حاجة ليه علاقة بالمنتج عشان ساعات ممكن تحتاجها لاسباب معينة زي او فيسبوك او الحاجات دي ممكن بس مش اكيد يعني بتستخدمهاش بس ممكن. فدايما يكون انت كنت بتعمل علاقة مع المورد نفسه. تمام? عندك تاني حاجة ان انت بسأله هل انت عندك الفيديو والصور بتاعت المنتج دي هل هي متاحة ان انت تبعثها لي او ان هو يعمل لك حاجة جديد خاص بك انت لو انت مسلا انا مسلا عايزة في اليو اس مسلا بقول له خاص باليو اس مسلا يكون انجليزي او حاجة زي كده. اه ما يكونش فيه مسلا الكلام الصيني سعب يحطوا كلام صيني على الفيديو والحاجات دي ان انت بتقوله بتاعك الليمت بتاع اله بيسموه الليمت بتاع المنتجات عندك في المغزن قد ايه ممكن نوصل قد ايه في الستوك عندك تمام? كم عدد المنتجات عندك عشان برضو متكونش بتعمل فجأة يقول لك ده المنتج خلص تمام? دي نقطة مهمة. النقطة التانية ان انت بتسأله مسلا طيب بالنسبة للسعر هل لو احنا اتفاقنا على عدد معينة مسلا بيقول لك مسلا لو انت بتعمل مسلا عشرة او عشرين في اليوم هو بيقلل لك السعر المنتج او الكلام ده كله. فهلا انا وصلت للتارجت اللي هنتفع عليه ده هتنزل للسعر هتزبط للسعر. تمام? آآ في طبعا حاجات تانية كتيرة زي مسلا اللي هو مسلا يعمل لك فيه واخر حاجة هو موضوع الشحن سريع هل هو عنده شحن سريع ولا لا? طيب اول موقع عندنا زي ما قلتلكه هو موقع دي زير ده اللي هو لتلكه هو هو موقع بس بيقوم ربوط بشو بيفوه تمام? موقع العزيز وبتلاقي ساعات عليه آآ شحن عشرة ايام زي تلو اول واحدة دي بس للامريكا شايفين او بدخلنا شايفين اول حاجة اول حاجة عشرة ايام بس شحن ده ده عمر ما عليك سبريس بيعملو بس ده عن طريق الموقع ده وجوه جوه يعني امريكا بس تمام? بتبدأ تشوف بس بيكونش من منتجات كتير بس بتلاقي منتجات ممكن تشتغل عليها شايفين? كل دي منتجات موجودة ان انت تشحنها في عشرة ايام تبقيين احر ايام. الموجودة الموضوع عادي هتلاقوا اللينك زي ما قلتلكه تحت ديسكريبشن. هنا من كلمة او ماي برودكت لما بتضيف من هنا ما اي منتج هو قريدي بيخش عندك عشان تضيفه على تمام? الافليت تمام? الافليت ده مثل ان انت كمان ممكن تكسب فلوس تمام? طيب. طيب ازاي بقى ان انا اضيف ازاي عمل الكوننكت يعني ازاي اضيفه عندي او ازاي عدل على او التعديلات اللي عندي تمام? طيب اول حاجة بتيجي عندي الكلمة اكاونت. تمام? بتنزلين عند شو بي فاي ستور. بتكون انت عندك اللي السرعة عملت كوننكت خلاص. تمام? تمام? تيجي عندي النافيكيشن اللي هو العميل لما بيطلب الاردر بيبعت له ايه? فانت دايما انا بحبه دايما استخدم او اه تحط اللينك بتاع الموقع بتاعك نفسه تماما? ده انا حطيت اللينك مسلا. فعلت وعملت ده لو انت عايز تدفع تمام? النقطة دي مهمة. لو انت عايزه يدفع اوتوماتيك ممكن تعمل يعني الاردر يجي هو يدفعه لوحده. اخر حاجة نيجي عندي كلمة هنا بقى بنحط يعني انت بتقوله هنا اه مسلا انا اخترت منتج بواحد دولار هو على طول ينزلولي عن لستورة عندي يضربه مسلا في اتنين. يضربه في تلاتة يضربه في اربعة. فانت هنا ممكن تتزبطها لمرة واحدة وهو بعد كده خلاص. تلقائيا هو بينزلك السعر باللي انت عايزه. ايا كان نزل اتنين دولار هو بيدربو لك في اتنين يبقى اربعة او تلاتة خمسة سبعة ايه كده رقم انت بتزبطها زي. وده بتاعك يا بس تزبطه لمرة واحدة. طيب النقطة بعد كده الشيبنج. اللي هي اخي حاجة هنتكلم عليها في الفيديو ده. طيب هنا برضو دي كلها هنا هنا نقطة مهمة. هنا دي فاكر انا كنت تقول لكم انا لازم تقول لما ستكتب ان انت انت راجل وان انت مش عايزهم يضفو لك ولا فاتورة ولا اي سعر ولا اي حاجة للمنتج بتاعك وهما بشفنوه. عشان دي نقطة مهمة جدا. بس تحطها هنا وهو اوتوماتيك هيبعتها لكل اردارات اللي هتحصل عندك. اي اردار يجي عندك هيبعت الرسالة دي معها اوتوماتيك. مهمة جدا. اكتبها كترجمة على جوجل واكتبها عادي. هما يفهمها. الموقع التاني معاني اللي انا بحبه. بس انا باجي هنا بتلايني كده ايه ببسط. ايه? عشان موضوع الشحن السريع. طبعا ما يكونش عليه منتجات الكتيرة قوي. بس عليه بعض المنتجات. حتى لو انت ما لقيتش المنتجة ممكن تكلمه. هما يوفروا لك المنتج بتاعك. لو انت اريد بتعمل بقيته. ويهي شغل كويس. طبعا? بنيجي هنا مسلا عكس يعني طلالك عكس برودكت برضو. تمام? انت بتتكلف حوالي الفين حوالي واحد واربعين الف منتج موجودين. فانت اكيد هتلاقي المنتج بتاعك يعني. شايفين? مسلا بتعال نخش على المنتج ده. نحن نوصل لمكان الشحن معلش ايوة هنا. شايفين? آآ بوستر في عندك اللي هو طبع من تمانية لستاشر يوم. وتقيل من سبعة لاتناشر يوم. الارقام دي فعليا مش هتلاقيها. انا عشر خمسة الارقام دي رهيبة. رهيبة الناس بالذات اللي شغالة في دروب شوبينج عارفة ان الارقام ممكن موصلش المنتج حوارات. تعاني نشوف هنا حسنا. من تماني لستاشر يوم سبعة دولار. بص فاصل خمسة لعشرة ايام. بتخيلين دي بقى حاجة اللي علاقة بويه نفسها. حاجة اشي يعني شحن خاص بيه هو من خمسة لعشرة ايام بتخيل. بعشرة دولة على فكرة الرقم اللي هو عشرة دولة ده مش رقم. طبعا انا بس كده بيكون احط لك صور بحط لك حاجة بيانات بتاعتك التفاصيل بتاعتك. هنا بتختار الشحن بتاعتك لو انت عايز تثبتها. لو انت عايز تثبت مسلا طريق شحن معينة ممكن تثبت كل ده من هنا مسلا. تمام? انت لو عندك رولز معينة وحاجة معينة حابب ان انت تتواصل مع السببورت مسلا لو عندك مشكلة تيجي نعن سببورت تاخد تيكت وتتواصل معنا تقولون ان انا عندي مشكلة واحد اتنين تلاتة اوما بتلوهم بيرود عارفة. تمام? اوما انيجي هنا بقى لو اي برودك نفسها. تمام? اول حاجات داشكبورت دي هنا بيطالك بقى اما بيعاتك اردراتك اه هنا بتيجي عند عشان تعمل عشان تعمل يعني هو يعني هو يعني بيدعمل اتنين. تمام? تحط هنا اللي هو الرقم بتاع الاسم بتاعك اللي قابل وقريدي بيعمل موقع البعد كده نفس موقع بس حالي بقى انتجات اكتر كتير جدا منوية. حاجة كده مستنقة. خلينا يشوفوا مستو بقى انه عنده بقى ايه? واير هاوس واير هاوس ده يعني خازن في كل شايفين ده? تايلاند يو اس جيرماني تشاينا اندونيسيا استراليا اليابان كل دي عندهم وراء كلمة واير هاوس يعني مغزن يعني الشاحن بيبقى طلقة. فشايف يعني اكتناك انت ببلدك وكنت محتاج حد يكون ما خزن لك هما بيعملوا كده هو بيخزن لك بكانك. شايفين مسلا منتج ده ده في ايه ايه المنتج نفسه شايفين دي الصور بتاعته بيحط لك فيديوهات شايفين الصور هنا حتى كاتب لك حاجة نفس الكلام هنا جيو اس نشوف الشحن سبع لخمستاشر يوم. بس غالي شوية. آآ غالي شوية الشحن هنا. طبعا مش في كل المنتجات يعني تمام. آآ مش في كل المنتجات بيبقى الشاحن الغالي كده لان ده غالي قوي الصراحة. بس زي هو كله بالرئيسرش كله بالبحث. يعني ممكن تلاقي نفس المنتج ده علويه ارخص. وممكن تلاقي ان المنتج اللي كان غالي ممكن تلاقي على هنا. خلينا مثلا هنا نشوف شايفين من سبع ربعتشو هنا ارخص. شايفين المنتج هنا ارخص ازاي? وبقول لكم الموضوع مش موضوع آآ سابق. بيختلف من الموقع للتاني. لينا مسلا نشوف اي منتج تاني. خلينا نفتح ده مسلا. بسي الفكرة ان انا ببرجحش نهائي انها تستخدم عليك سبيل. خلانا شوف هنا شايف مسلا شايف الاركام بتقلت زي. بقول لكم بيختلف دايما من منتج لمنتج. فانت بتشوف دايما شايف سبعة 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 تشعر يومي تمانية دولار. لمنتج زي ده كمان اللي هو الكتروني فده شيء كويس جدا جدا جدا. شايف انت فيه تلاتة سبعة دي كمان بس بكليه غالي شوية. خلينا نقفل ده. انا دايما لما باقي اختار نتج ادور عاكس بلس. وما هو ازال احيان ستعب ادور هنا قبل ما ادور عاكس بلس. لان اريدي بذور. هنا متنين لخمس ايام. خالين متنين لخمس ايام بستة دولار. متنين لخمس ايام. بتخيلين? باتنين دولار. يعني الشنطة كلها العظام مش هكلفك حالي تقريبا تمانية دولار. وهتشحنها في اتنين لتلات ايام. ايه دي الفكرة? دايما هو الحال. دايما بيوصلك اللي انت عايزه. البحس يعني البحس يعني البحس يعني البحس في كل حاجة. البحس هتلاقي. هتبحس هتتعب شوية هتلاقي. طبعا انت كل ما بتشتغل اكتر على موقع سي جي دروب شبين هتلاول اللينك برضو تحت الديسكريبشن بيعلى بالليفل التاني بتاخد خيارات بتاخد اوبشن بتاخد مميزات اكتر تمام? ما تنساش تفعل الجرس بتاع بتاع الفيديو بتاع القناة اي 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 حاجة تيجي تنزل لكم. الجرس اهم من الاشتراك. بتاع تعمل الجرس وترجع اهم الاشتراك. طيب الموقع التالت معنا. نفس النظام. نفس النظام مش شرح. زي ما انتوك هي بتبقى خيارات كتيرة. انا بحب دايما اه اوستع خياراتي في موضوع اختيار المنتج. يعني باختار منتج. وابدأ ان ادور عليه بقى فين بقى شايفين المنتج مثلا بفون كيس زي اللي احنا شوفنا في الاول فاكرين. فابدأ ادور عليها الموقع دي كلها واشوف ايه ارخص واحد واي ايه اسرع واحد. وابدأ ان انا اختار. يعني دايما ما بلزمش نفسك حاجة واحدة. باختار. وابدأ ادور هو ده الطبيعي. انت لو بتيجي تفتح الشركة وتفتح اي حاجة لازم تدي نفسك خيارات عشان تختار صح عشان تكرر صح. تمام? فانا بديكي خيارات كلها اللي تقدر تكون قدامك عشان بالافضل عشان تقدر ان انت خلاص. انا هروح على دول بس. شوف المنتج بداعي الاسرع وايه الاسهل فيه. خلا نشوف مسلا انا. اه خلا نشوف الساعة دي مسلا. شايفين الشحن برضو من عشرة. سبع دولار من عشرة لعشرين يوم. برضو شايفين عزيز. عزيز عزيز. يا جناعة موضوع من عشرة وفيه شايفين من تمانية كمان لاتناشر يوم بنفس الرقم. اوه. افضل افضل كتير. انا نشوف عالكسي بريس سورسنج. اه فكرة عالكسي بريس سورسنج اللي انشرحها دلوقتي ان هو هلوي عندك منتج معين. فيه رابط معين عالكسي بريس عندك. المنتج وعايزه. فابتاخده تحطه بس في السمارت اه في السمارت سورسنج. اه بتقوله ان انا احتاج المنتج ده وهو بيجيبهم لك. يعني هم كلهم. الموقع كلها اللي ابردت لكم شوية دل. كلهم اصلا بيجيبوا لك المنتجات. لو انت عندك منتج معين وعايزوا ومش موجودة على الموقع دي وبتبعت لهم هم في خلال يومين تلاتة بيقول لك الموقع المنتج اتوفر. يعني بتلاقيه. تمام? هنا طبعا بتجي تربط الموقع بتاعك بتاع آآ بتاع اسمه ده بتاع الشو بي فاي. تمام? برضو عندك او شو بي فاي. وبتعملك انك تحط الاسم وخلص هو بيرغطه الوحد. تمام? هو بسيط. نفس الكلام في موضوع انت عايز تزود عايز تضرب الكلام ده كله تقدر تعمله بالراحة. تمام? لو عايز حاجة تدفع مرة واحدة لوحدها بتزبط بتاعتك كلها. الموضوع بسيط جدا. زي الموقع الاخير معنا. وهو آآ تمام? برضو نفس الامور. تمام? آآ موضوع الشحن السريع وموضوع ان انت بتلاقي عليه منتجات وبشحن آآ اسرق. طبعا بي في شوية تخيارات اكتر. انه ممكن يحطي لك عليه يعني المنتج بتاعك يحطي لك عليه. يعمل لك للمنتج بتاعك. كيف نفس الامر? نبدأ نضوى خليناها مسلا نشوف اي منتج مسلا. آآ مسلا نختار المنتج ده. شايفين كل المؤسسات بتاعت المنتج موجودة. الصور كلها موجودة. كل حاجة. خلينا نشوف موضوع الشحن. شايفين هو هنا كاتب لك. يعني هو كاتبها لك هنا بيقول لك خلاص. هو من حوالي عشرة لتمنتاشر يوم. يعني دي حاجة يعني ما يتغيرش. العين كانت دولة هو عشرة لتمنتاشر يوم. ده شيء كويس يا جماعة ده شيء كويس جدا جدا جدا. خلينا نشوف منتج تانية مسلا خلينا نفتح ده. نشوف ده. خلينا انا شايف بيقول لك من الشركات الكويسة شايفين من خمسة لثمانة ايام. من تمانية الخمسة بيستوع على الاسعار هنا اغلى شوية للمنتج ده. موجود الصور. لا الواقع بتاعة المنتج. بس اغلى شوية المنتج ده عن اه نفس فكرة لقنات منتجات رخيصة منتجات غالية. فهي الموضوع ده ما قلت لكم بعيدها وقال لالف مرة. الالف مرة بعيدة. ما تنساش ان انت اه تعمل ريسيرش او البحس مهم. وبرضو ما تنساش ان انت تنزل تفاعد الجرز بتعمل شاك في قناة. طيب خلينا. خلينا دي كلها اه خيارات. دي بقى المغزن بتاع الشركة نفسها برضو. شايفين ويقول لك فين عندهم سبان تشاينا رومانيا ايطاري. عندهم بس في الاربع. اماكن دي وفين كمان حالو لك المحافظات مدريد. طيب اللي انا قلت لكم عليها بقى من شوية. قبل البالك. يعني البالك دي انت ممكن تعمل يعني تشحن مرة واحدة او ردوات مع بقى. سبيحك اسمها البرايفت. يعني عايز تعمل بقى للا. عايز تحط بقى ايه? اللوجو. عايز تعمل الكلام ده كله. هما بيطار يعمل لك الكلام ده كله بس طبعا بيكون بفلوس شوية. موقع الاخير في الليستة دي هو سبوكت سبوكت. المواقع الازيزة برضو في الموضوع ده. انا بحبه عشان في ناس كده شغالة عليه. صراحة انا شوفت ناس كتيرة جدا مطالبة عندي شغالين عليه. اه انا بس تقديمه مش كتير. اه بس اه هو موقع برضو من المواقع الكويسة وشحنه سريع. ده اسرع واحد فيهم شوية بس بيكون اغلى شوية في السعر. يعني انت بتتكلم في شعر شحن المنتج نفسه ممكن تلاقيه. شايفين? بيشحن لكل ده. بس معظمه يعني سيد لامريكا. شايفين من سعر المنتج كام وبيبيعه كام? والسنة دي من اربعة سبعة ايام. تمانية لاربعتاشر من واحد لتلات ايام. اه طبعا انت بتختار زي عام زي زي بنسموه ايه بريميام اللي هو عام زي يعني ايه باقات. كل ما بتعرف الباقة بتاعتك شوية كل ما بتقط قيارات اكتر تمام? فواحد لتلات ايام ده مش سهل تلاقيه. معين? لان نشوف المنتج. اه بس في نقطة مهمة كلمة دي يعني هو بياخد قديق وقت عبالة وما يطلع من عندهم بيقول لك من اتنين لتات ايام. يعني المنتج فعليا بيتشحن في حواية ست سبعة ايام. بيقلول الوقت الساعات عشان يجزبوك وفي الاخر بتلاقي الموضوع اللي من كده. طيب. طيب في نقطة مهمة جدا. لما توصل لحد التلاتين لخمسين اردر فيش في الاسبوع. اه دايما على طور روح دور على بيسموه مورد خاص. تمام? زي لاي المورد الخاص بتاعي ده في عندك مواقع كتير جدا زي ابورك مويتون على ابورك في فيسبوك جروبز كتير يعني في جروبات على الفيسبوك كتير جدا ممكن تلاقيه ناس بتخش هم موردين. اه ده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تدور فيها على مورد. بحاجة كتير جدا ممكن ان انت هتدور فيها على موردين شخصين او ان انت هتعمل علاقة مع حد على اكس برس. النواة يكون موردك الشخص. لو انت تعملت مع حد بشكل كبير وشحنه والكلام ده كله اموره تمام. ممكن ان انت هتعمل معاه تاخده بره وقت تتكلم معاه مسلا على برنامج اسمه سوري تتكلم معاه. انه ده مهم جدا في نقطة كتيرة جدا في النواة يتابع لك بتاعتك ان يشحلك بسرعة جدا يعليلك السعر بتاع المنتج بتاعك دي كمورة كتيرة جدا. لازم تكون خاصة بيك انت نفعش تبدل شغال على المواقع دي لما توصل لتلاتين او خمسين او لو المنتج شغال معك بشكل كويس جدا وعرفت توصل مع الموقع ده ويرفي يزبط لك السعر بشكل كويس. سبيل المسال نشرح ازاي ندور على مسلا ايجنت اللي هو ام موارد خاص بك يعني على مسلا او على اوبورك. ايجنت. الجملة مش ركبة بالانجليز بسماش. ايجنت انا شاف كله بقولك انا هكون المورد بتاعك في تشاينا انا هكون المورد بتاعك انا مورد انا مورد انا مورد شاف دي كلهم موردين. شوف الريفيو وتشوف الناس بتتكلم عليهم ازاي الناس اللي اشتغلت معاهم شايفي ناس خمسين في ناس خمسة وتلاتين في ناس خمسين على انت ممكن تنزل زي وظيفة ان انت شايف كاتب ان انا عايز حد يكون حد مورد دي وتعمل الجوب زي لو انت بتعنن عن جوب يعني اعلان هجي لك ناس كتير قوي بالذات على على هجي لك ناس كتير جدا يقول لك احنا وانت هتبدأ تشوف الافضل ما بينهم والافضل ما هو في السعر والحاجات دي كلها والشحن تركز في الشحن اهم حاجة الشحن والكواليتي دي له اهم حاجتين تكتب نفس الجملتين اللي انا قلت لكم دلوقتي هتكتبهم بس بالانجليزي ان انا عايز ابدور على يعني نفس الوقت ان انا عشان موضوع اللي هو الشحن عندي السريع بس لو عندك اه شوية اسئلة زي ان انت مسلا هل بتسأله ان انت عندك مصنع مسلا ممكن تشاركني مع العنوان بتاع المصنع بتاعك ممكن تكتب شوية اسئلة في دماغك انت محتاجها للمنتج بتاعي لانه من كل طيب وانا هاقترح عليك دولات شوية اسئلة ان انتو تحطوها اه يعني عشان اللي ما عندوش فكرة عن ايه الاسئلة اللي ممكن تسيق فانا احطو لكم شوية اسئلة ان انت ممكن تختار منهم او ممكن تحطوهم كلهم او ممكن تختار منهم المناسب معك بس وخلاص تمام? فدي مسلا تامن اسئلة ممكن انت تشتغل عليها مسلا هي زي ما تركوا الموضوع الادرس اهل عندو تيم ولا لأ اه الكواليتي هل في حد بيراجع الكواليتي اللي عندو الكام بتاعه الستوك عندو قد ايه? هو اللي يقدر يتصبت معايا في موضوع يعني عندو عندو حاجة ليه علاقة شرعية للعلاقة بالمنتجات نفسها ولا لأ اللي هو بيعندو ازاي بياخد يعني لو هيتعامل معاك على اي منصة ممكن يستخدم يدفعه البعض يدون انت مهمة جدا مع ناس كتيرا بالزات احنا جمان عندو في الوطن العربي. فانت قدر اي سؤال انت مهتم بيه من الاسئلة دي وتحطها على طول على آآ وانت ما عليش لوها سريع شوية بس انا لان الفيديو هيكون طويل شوية الكورس طويل شوية بتكلم فيه بتفصيل في شكل كبير فانا عايز بقدر الامكان ايه اغطي لكم كل الامور اللي انتم محتاجينها وانا اتكلم طبعا بشكل تفصيلي في حاجات معينة لو الناس حاسة ان في حاجة واقعة منهم تقدر هتكتب لي تحت في الكومنتات ايه بالزبط الموضوع اللي محتاجنا اتكلم فيه بشكل تفصيل وشكل خاص يكون بس هو الموضوع ده آآ في الفيديو خاص تمام? هتكتب لي تحت في الكومنتات عشان اقدر ان انا آآ نوفر ان شاء الله الفيديو ده في اي سلو اي سؤال وايف معاك وانت هتفرجع الفيديو او كده. هتكتب لي في الكومنتات عشان ارد عليك ان شاء الله في اكرب او احد من التيم عندي. بعد كده بتيجي تختار مثلا انا نختار شوبيفاي اا اا يعني اللي هو ادارة المخازن اا زين ديكس لان زين ديكس في موضوع التيم ان هو اللي هو عنده زين ديكس اللي هو عنده تيم تمام اللي هو بتاع السوشيال ميديا والكلام ده كله يعني ممكن تختار نفس الخيارات اللي لانا خيارها دي تمام مهمة جدا بس كده تقوم بقى تختار الخيارات دي كلها تزبطها كده بشكل يكون مناسب معاك. بتيجي بقى عند بعد كده نقطة اا سوري البودجيت تحطي له اللي انت عايزه. قال عايز الانجليزي بتاعك يكون عامل ازاي? الانجليزي بتاعك بتختار انه في الفل يكون بكد يكون كويس. اا عايز الجوب هو يكون يعني عمل قدقيه قبل كده حالات نجحة. دي ما تخش على على يكون مديك كده الشخص ده عمل قدقيه كم عمل نجحك. يشتغل ما كان حد بشكل نجح والناس قيمته ازاي? اا عايزه يكون هو اصلا بيربح قدقيه. يعني القيمة اللي كان بيربحها شهريا او هيكون كامل. هنا في الاكل بتراجع بقى كل اللي انت عملته ده وبتعمل بوست جوب ناو خلاص. وبتستنى بقى تبتلاقي ايه جالك حاجاتك. طيب هنا بقى في نقطة مهمة جدا. لما توصل يعني خلاص عدينا بقى ده. وصلنا لمية لتلتمية في في الاسبوع. تبدأ ان انت بقى تتحول لموضوع البالك. طيب هنا بقى نقطة مهمة. لما توصل لمية لتلتمية اردر طلب في الاسبوع. هنا بقى بتتحول لنقطة تانية خالص وهي موضوع البالك. يعني بتوح تشتري منتج بالمنتج بالمنتج او بتتواصل مع ايجنت الواحد ولأ. انت بتوح تشتري بالك عم تشتري كمية مرة واحدة. من مية لالف منتج مرة واحدة للمنتج ده. وريدين تاخدها بسعار رخيص جدا جدا جدا. تبعتها بقى بسموها ايه? للمكان بتاعتك اللي هو المكان المخزن بتاعك. عشان يتشحن. وبتجيب بقى المنتجات دي منين. عمون كان اجيب منين البالك عشان منين الكميات دي بسعار رخيص جدا. في عندك حاجة تيبقى عاليك سيبريس ديتش ديتش جيت. بان جود. وفيين بقى توديها المين لسي جي دروب شابين. في كي سي جي دروب شابين اللي هتكلمت عليها. ده اسمها يعني انت بتبعت لهم المنتجات بتاعتك دي. في المخازن بتاعتهم. اه وهم بشحنها لك. يعني. يعني على سبيل المسال مسلا انت خلط بعد فترة خلط بقيت شايف ان السوق بتاعك بس في امريكا. فانت بتروح كي رايح على في سي جي دروب شابينج. تكلم معهم ان انا هبعت لكم. فبتبعت لهم مسلا الف الفين خمس تلاف قطع على المخزن. او المكان اللي انت بتكون شاريوا عندهم في ده. وهم بيشحنوا لك من هناك على طول. بدون ما انت تروح بقى هناك امريكا وتخزن هم بيبنوك كل ده. طبعا كل المواقع دي بتعمل. طيب هنا بقى نيجي عند ازاي بقى نبدأ ان احنا نعمل بقى الموقع بتاعنا. خلاص بقى عملنا المنتج وعرفنا نجيب ولقينا الموردين وزابطنا كل حاجة وعرفنا ازاي ان احنا لو معنا مردر واحد نعملو ازاي ولو معنا عشرين لتلاتين ولو معنا مية لتلتمية كل حاجة والموقع كلها وشوفنا موقع الشحن وكل حاجة بقى عندي خلاص خلفية. ازاي يختار المنتج وازاي هجيب المنتج وازاي هشحنه. خلاص دي تبقى اهم معضلة. نيجي بقى عند النقطة اللي بعد كده. المنتج بقى خلينا نجيب منتج ونبدأ ان نعملو بقى على عندنا. طيب. هنشتغل مسلا على الكوتش ده. الكوتش ده اللي هنشتغل عليه على عندنا شايفة عامل حوالي الفين وسبعمائة على علي اكس بريس. المنتج نفسه قصلا سعر خمسطاشر دي من عاملها. بس الانجلترا والامريكا. تواخدين يعني شحن مجاني الانجلترا من سبعة لخمسطاشر يوم. تخيلين? طبعا الفاكرية لما سألتوك وقوله المورد عشان مش هفين موضوع الصيني اللي بتكتب ده. لو هم افضل يقدروا يدوكم من غير ما ان انت تكتب الموضوع الصيني اللي مكتوب ده هيكون افضل كتير. طيب احنا بنيجي بقى على الشو بي فاي. الشو بي فاي بقى اللي احنا هنشتغل عليه. شو بي فاي. شو بي فاي يعني الموقع اللي احنا هنبدأ بقى هنعمل عليه الموقع بتاعنا. الدومين. التطبيقات كل حاجة هنعملها على موقع الشو بي فاي اللي هنتكلم عليه دلوقت اللي هتلاقوا برضو الرابط بتاعه تحت. في آآ آآ في التعليق في دسكريبشن ساعة. بسنساها شو انت نازل تعالى تفعل الجرس وتعملش توقف القناة. ولو عندك اي تعليق او كومنت تكتب لي تاعت. طيب هنا مسلا هنتسمي الاسم. طيب. جوا شو بي فاي بحاجة اسمها في يعني انا انا عندي اسم بس مش قادر افكر ايه اسم اللي ممكن. مش قادر اسمي اسم بتاعي. طيب في حاجة في الشو بي فاي نفسها انت بتخترح عليك اسمها. يعني مسلا انا كتبنا لها مسلا. مسلا اي اسم مسلا اسمها كتيرة جدا. ممكن. ممكن هو كمان بيقترح عليك. الحاجات اللي متاحة. يعني انا مستو ان هو بيقترح. يعني مسلا كتبنا له مسلا فاشون دوت كوم. انت قال لك كل الحاجات المتاحة زيها. يعني ممكن تشتري الدومين نفسه من على جوجل او ممكن من على جودات. تمام? طيب ازاي بقى اعمل اللوجو بتاعي. اللوجو بتاعي. زي اعمل بقى حاجة مجانة زين. لوجو مجاني. اعمل كل الحاجات دي مجانية. بحاول بقدر امكان احمل لكم الحاجات المجانية. انا اكتب مثل كلمة لوجو. لوجوز. كنفا هتقول لكم برضو رابط بتاعه تحت في الكومنتات. خلينا نشوف. شايفين دي كلها لوجوهات مجانية. يا معبول مجاني. تمام? انا راجعين اعملين نحط هنا. تمام? انا راجعين كاتل اسم الفونت نخليه مسلا. عادينا حاجة ليه علاقة بالسبور عشان الكوتش بتاعنا. نخلينا. سوري. خلينا مايش نصحبه. تمام? ناخد الاسم تاني ونكتب تاني هنا مسلا. لو. انا هكتبت الحرف خلط. لا هو نفس الاسم اللي انا اختارناه. تمام? سترى هنعمل او 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 حتى لوجو تمام? تانية هنا مسلا نختار مسلا اه فونت تاني. تمام? شايفين صغرنا شوية شايفين شكلها بافضل ازاي? بيتعاملة زي عارفين فاشن نوفا البراند بتاع فاشن نوفا. موضوع ان كل ده مجاني يا جماعة. كل الموقع اللي انا برولكو ده كله مجاني. شايفين بقى شكلها افضل ازاي? لوجو بسيط. يعني ده ممكن ينفع لوجو كده لوحده اصلا. بدون اي تغيير بدون اي اضافة لأي حاجة. حاجة بسيطة جدا وخلاص خلص الموضوع. ممكن بقى نعمل له من ورا زي شادو او ممكن نعمل له شايفين حاجة زي كده. ممكن احنا المقللين دك يا شوية. شايفين? شوية. نعلي ده شوية. الستوك اللي فوق. تمام? نغير اللون مسلا نخليه اسويت. ما 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 نصالش حاجة. لان احنا حدث نوريدي اللي اطراف بتاعتنا اسويت. تمام? بعد ده اللون الاصفر بتاعنا. شايفين اللون الاصفر ده احنا عايزين نفس اللون الاصفر ده عشان يكون نفس اللون بتاعنا. تمام? وبنرجع تاني هنا لآآ نرجع من هنا تاني ونختار بقى اللون الاصفر بتاعنا. شايفين بقى الطرف الاطراف بتاعت الكلمة بتاعت فاشن بقيت اصفر. مرهين بقى لكم. نختار بردو نفس الحاجة. نصغر شوية من هنا. ده نرجعه خالص. مغير ده للون الاسويت التاني. نعمل ده لون الاصفر بتاعنا شايفين? بقى كده البراند بتاعنا او كده اللي بقى من بره اصفر ومن جوه اسويت زي ما احنا محتاجين. طيب عايزين بقى نحط شيب يعني عايزين نحط حاجة لي علاقة بالكوتشي والكالن ده عشان يبقى كبراند. الحاجة اللي عليها تلاقي على علامة التاج دي يعني مش مجاني بفلوس. دايما اللي مش عليه تاج فري يعني تقدر تستخدمه بشكل عادي. خلينا عايزين شايفين الكوتش ده فاحنا عايزين نجيب نفس حاجة قريبة من الكوتش ده. عايزين حاجة تكون مجاني وتكون. شايفين? بس ده طبعا علي حقوق ملكية. عشان كده مش هنقدر. بس خلينا بريجو شكلها عامل ازاي. الاسويت. طبعا انت تقدر انت بقى تعدي لما تشتري بقى كده شايفين? عشان يكون شبهة التاني. شايفين? نحن نخلي ده اسود. عشان فين بقى هوريب من الكوتش بتاعنا. نفس البندة. ايو نخلي ده اسود عشان يكون شبهة التاني. لأ احنا عايزين نخلي. ايوة ده هو ده الاسود. ايوة كده بقى ده يقرب. هنا اسود كمان. ونخليها اصفر عشان كان شكلها احلى. شايفين بقى نفس الكوتش بتاعنا. بص خلينا نرجع هنا تاني شايفين الكوتش بتاعنا. بقى نفس بتاعنا. كده انا عملت كل ده مجاني. مجاني اللي انا عمال اعمله معكم ده كله مجاني. اللي بقى ولا تروح لحد. هنشوف بص شوف لما حطنا عالجنب شكله احلى ازاي. فالموضوع بسيمبل وبسيط. مش محتاج ولا ان انت تروح ولا تعمل ولا الكلام ده كله. بس طبعا احنا مش قد نستخدم الكوتش ده لان زي ملتلكم. طبعا احنا مش دفعين. لكن في حاجات مجانية مجودة تستخدم المجاني على طبعا. طيب خلصنا خلاني نرجع بقى على الشو بي فايل نفسه عشان نبدأ نعمل الموقع بتاعنا. تلاقي اللينك بتاعته تحت تيجي هنا تضغط على كلمة وبعد كده تتعفعل وخلص تخش. تمام? كده فتحنا الموقع بتاعنا على الشو بي فايل. تمام? اي انا عندي كلمة تيجي على كلمة لو انت ما عايشش دومين يعني عايز عايز لسه دومين. تيجي تكتب من هنا تختار الدومين بتاعك. تكتب مسلا. فنكتب اي اسم دومين مسلا. بس قبل ما نبدأ ان الموضوع الدومين ده خلينا نشوف السين بتاعنا. يعني ممكن نشتري منين الوقت قالب بتاعنا لو عايز نشتري قالب مدفوع. فالقالب ده شايفين الموقع ده او شايفين الموقع اسمه انفاتو. هتلاقي اللينك بتاعه. هحطوه لكباته تحت دسكريبشن. تقدر تشتري القالب ده. هو بيبقى قالب لمرة واحدة تشتريه. تقدر تحطه على سبع مية برند بعد جهة مش تفرق. يعني تحطه ولو مرة تشيله وتحط تشيله وتحطه. بس تشتريه لمرة واحدة وخلاص. بس برند كويس آآ قالب نفسه كويس جدا. بيكون في سببورت يعني الحاصل مشكلة معك في الحاجة وكاد هتتواصل معهم لو دفعت اتنشر دولار زيادة. والقالب بس بخمسين دولار لمرة واحدة. يعني اكد انك بتفتح معها للمرة واحدة. اكد انك بتشتري حاجة لمرة واحدة. تمام? فبنيجي هنا عند اول حاجة اللي هو القالب او ممكن تيجي من هنا انا شايف كلمة ابلود سيم. هنا عشان تنرفع السيم. انا اشتري ده خلاص السيم فانا عايزين نرفعه. تيجي من هنا شايف ده السيم بتاعنا. يكون نازل زي ملف كده. انا بناخده ونفتحه وننزل اللي هو زيب آآ آآ فايل. تمام? ودلوقتي بيرفعه. شايفين رفعه. كده كلمة ده ده اللي هو بتاع. فاحنا بنعمل كلمة يعني ان هو يخليه الرئيسي. ان ده السيم الرئيس. شايف طلعي ازاي اللي فوق? بقى كده السيم الرئيس بتاعنا السيم اللي احنا اشترينا. اللي هو بقى نفس اللي احنا عايزين. طيب احنا عادي نعمل يعني نبدأ بقى نعد فيه. شايفين السيم بتاعنا ازاي الجهز? احنا بس نعدل نحط الصور والحاجات بتاعتنا نعملها دلوقتي كلها. عشان يكون بتاعنا. تمام? نيجي هنا مسلا نبدأ بقى دلوقتي نعدل ونحط الصور بتاعتنا ونزلط. فهنا حتى بيقول لك مأسات. بيقول لك مأس الصورة مسلا تحطها هنا الف تسمائة وعشين في تسمائة واربعين. فنيجي هنا عند كنفا برضو. كنفا حلو جدا. من حاجات بتعمل بقي كل حاجة. سوشيال ميديا حاجات كويس. تمام? تيجي هنا مسلا احنا عايزين نجيب بانر اللي هو الكبير ده. نعم عايزين حاجة اللي علاقة بالكوتش برضو بتاعنا ده. او اللي علاقة بالفاشن وكده هل في صور هنا ممكن احنا نستخدمها. هناك بقى خلينا نبوص. حلو ده. حلوة الصورة ان هي ممكن تتحط هناك. فبراجي انا بنزل بقى كل الصور دي اخدها او بقى في تطبيقات ونزل بقى الصور دي كلها. بعد ما نزلها ارفعها بقى على كانفا. اللي هو الموقع بتاعنا. فهي? فرفعتنا الصور كلها بتاعتنا على كنفا هي. تمام? نبدأ بنحط الصور بتاعتنا. شايفين? في ناس ممكن تقول لي ازاي بازاي نازلت الرجل كده ما فيهاش اي خلفية فين الخلفية اللي كانت ورا الصورة. دي موقع اه اسمه يعني بيشيل بس ترفع صورة فيها خلفية يعني بيسيب بس الرجل او بيسيب بوشك بيشيل خلفية اللي وراك. عشان يطلع بالشكل اللي انت شفتوه من شوية دلوقتي بتاع الرجل ده. تمام? كيفين الشكل عامل ازاي? طيب بكبرها شوية جده انا. كبرها شوية. احنا بجدوا ده زي مرتوك حم نعمل دلوقتي اللي هو بنعمل اللي هو الكوفر اللي كان برف. خلينا عايزين نعملها بشكل خلينا بص كلمة تنزلها تحت. احنا عايزين ننزلها تحت البتاع. شايفين لما نزلناها نزلت ازاي تحت? اه خلينا نطلعها. كبرها شوية. نرجع على الورا شوية. اه ايوه. احتاجة تتعدل شوية. هتيجي كده. هلوه كده شوية. الموضوع هيخد منك وقت شوية. طفيع يعني انت عايز تتح براند وعايز تكسر فلوس فلازم تتعمل نفسها شوية. تمام? شايف لما غيرها الاصفر ازاي نطقت ازاي? نطقت اوي كمان. شايف الاصفر عمل فيها ايه? هنا ده ده اللي هي الصورة اللي بره فنشوف ايه اللي ممكن يكتب. اما وريدي مكتوب هنا فاحنا كلها نعمل نجي هنا عن دهاتر. نغير بقى اللون الاحمر اللي في الموقع كله ده. نغيره الاصفر بتاعنا. نحب الكود بتاعنا. احنا بنستعضبه في الكود بتاعنا. وبس اول ما نكتب الكود اللي هو الاصفر الكود اللي هي لقب اللون الاصفر بتاعنا. شايف? انتر. شايفين? خلاص بيت بختار من هنا بس من الاصفر من تحت. بغير بقى كل الاحمر اللي عندي في الموقع على الاصفر الجديد بتاعنا. شايف? تيجي هنا عند اول واحدة في النص دي. اي ان كان بقى دول كلهم اللي هو اللي هي الصورة دي. عشان تغير من هنا. بنمسح. احنا مش محتاجينهم كلهم. احنا محتاجين واحدة بس. بنمسح كل ده. بس نسيب واحدة بس. تمام? بنضغط عليها. نيجي هنا عند ايميج. سيلكت ايميج. الصورة بقى اللي احنا عملناها من شوية. فكرينا اللي عملناها على على هناك على على كنفا ونزلناها عندنا. تمام? بنبدأ ان احنا ناخدها نرفعها. شايفين الصورة بيتعاملة ازاي? شايفين? شايفين المنظر بقى عامل ازاي على الموقع? بس تبدأ بقى واحدة واحدة ايه تزبط الموقع. يجي هنا برضو نغير الاصفر عشان الكلام شايفين الكلام ده غير الاصفر اللي موجود على البراند برة. نغير الكلام ده كله. تمام. احنا نلاقب الكوتشي دلوقتي فاحنا محتاجين حاجة لعلاقة وممكن تسيبها كده وممكن انت تزود كلام كل واحدة على حسب البراند بتاعه وتبدأ ان انت تعمل حاجة لعلاقة بالبراند او الحاجة اللي انت بتستخدمها. ماشي? فاحنا نلاقب الفاشن شوية. فبتبدأ ان انت تكتب كلام اللي علاقة بالفاشن او بالمنتج بتاعك. لو انت عامل تبدأ ان انت تيجي عندي برضو نفس الكلام لو عندك كلام تبدأ تكتبه عن الفاشن او الحاجة بتاعتك تكتبها. ننزل دلوقتي كمان نغير اللون بتاع آآ باينة لان هي برضو بالآآ شايفين احنا بالاسود والاصفر شايفين اللي بنا تغير زي الاصفر احنا دلوقتي بنعمل براند تمام؟ شايفين كل حاجة عمالها تبقى براند تبقى شكلها حلو ازاي. كلمة باي ناو دي ممكن تغيرها. ممكن نعملها شوب ناو او سيل ناو وكده فاهمني? شابة شكلها احسن ازاي شوب ناو. ان احنا هنا عايزين نوديع على على مسلا كتشاك كتير مش على منتج واحد. اي حاجة اللي انا هاحمر في الموقع اعملها صور. ان كل حاجة تبقى الاصفر. تمام? انا كده خلصنا خلاص اول سلايد او خلصنا اول حاجة معانا. تمام? نرجع بس نشوف هناك في حاجة يستعدل تاني. اه اللي فوق ده هو اللاف احنا عايزين نعدل على الموبايل. شايفين تيجي عن الموبايل? اه الموبايل محطناش عليه الصورة. ان هو كان اي اللي هنا شايفين هنا اه اه اي الموبايل ايمج اللي فوق دي دي سكتوب واللي تحت دي بتاعت الموبايل. تيجي تعمل الناس سلكت ايمج تاني. تمام? عشان تنزل الصورة تكون نفس الطريقة او نفس الشكل ده. بس هي الفكرة ان هو مش هيكون نفس الشكل على اللابتوب. فانت بختار الصورة التانية بقى للتليفون. يعني التليفون هيكون ليد زاين مشكل غير ال اه ديسكتوب. عشان تكون باينها. لان انا حاطرنا نفس الصورة اللي فوق للدسكتوب. الرجل مش هيكون باينة اصلا هيبان الخلفية بيضة بس. فهمني? فدي ميزة القالب ده. هتلاقيوا القالب بتاعت اللينك بتاعه تحت في الديسكتوب. تمام? اما حاجة اوها تنسى لان لو لقدر حصل حاجة كل شغل وكل تعبك هيروق. تمام? تجينا عندي سيم لوجو. اللوجو اخر رحادة تشينج. نرفع بقى ايه اللوجو اللي احنا لسا عاملينه من شوية. تمام? رفعنا اللوجو. خلينا نشوف شكل عامل ازاي. دي اللي هي في العلامة اللي بتققى فوق خالص دي في اللي بتفتح اي موقع بوعامة جوجل او الحاجات دي. ايه دي نفسها? ممكن نفسها ترفع اللوجو بس لازم يكون صغير خالص. الخطوط بتاعتك. ان انت ممكن تختار الخطوط من هنا. بقى الخط اللي انت شايف ده كله. احنا عايزين نغيره. مسلا انا مش عايز تغيره براحته. سوري لان احنا رجعنا تاني شايفين الخط تغير ازاي? بعمل ازاي? اه فاحنا هنغيره شوية لان الشكل مش حال. شايفين كده بقى زبط تاني ازاي رجع تاني الخطة او. اللي كان كان وحش جدا. بتختار برضو بشكل ان هو يكون مناسب معي. الخطوط تكون قريبة شوية من طريقة اللوجو. طيب بتجينا عن ديماني. انا بتاعتك اللي هو اه شايفين فوق ظاهر اي عالجام بموضوع اللي هي العملات. اني حد يقدر يغير العملة. على الموقع. تحاول يعمل وراية بس لان احنا يعني مش كل حاجة لازم تشرح بالتفاصيل. تمام? هنا نيجي عند النقطة اللي بعديه. هنا عم يحتاجين نحط صورة هنا. تمام? نيجي هنا. المقاسات بتاعتك لو عايز الصغرها شوية. عم زين نغير زي ما توقع الاصفر. دايما اي حاجة اللي علاقة باللاح مرشيلة. عمل الاصفر. البطن نفس الكلام اسور. الصورة. زين نحط هنا صورة. نحط مثلا لو عندنا او ممكن ترفق انت صورة تانية. نحن شكل المنظر بعمل زي اللي ما حطينا الكوتشي. برضو هنا تبدأ تكتب شوية كلام عن آآ المنتج بتاعك. ويناو. ندخلها شوف ناو زي ما توقع عشان نحن ندخلهم على الكاتيجوري. تمام? ضبطنا كده كل امارنا. اصفر ده نخلي اسويت شوية اغمق. شايفين كده افضل من الاسود الفاتح. شايفين كده بدأ يكون براند ازاي? هي دي بقى فكرة الناس اللي بتقول. ازاي ممكن يشتري منها عندك? وما يشتريش من على امازون ولا اي بي. هي الفكرة ان انت ازاي تلعب على دماغة العاملين انت ازاي تعمل له براند. لما يخش عندك واحد زي ده ويشوف الالون متناسقة آآ الشكل البراند عندك كل حاجة متناسقة. ففعليا هيقامن او هيكسد ان انت فعلا براند فهيقامن ان هو يشترك منك. تمام? كل ما تتعب على شغلك. كل ما تلاقي. خلينا نتحط الصورة تانية غير اللي احنا عطيناها. مسلا الصورة دي بدهرها يعني احطينا واحدة بوشها واحدة بدهرها. الصورة بتحمل. شايفين المنظر عامل ازاي? ايه ايه انت شخصيا وانت بتتفرج اصلا وانت بتعمل الموقع بكل جهة بتحس ان الموقع رايي بالصراحة. ايه الكلام. كل الكلام ده انت شير وتغيره وهو حد يسيب كلام زي ما مكتوب كان لانه بيبكتوب اي كلام في هده عشان ايه اللي هو بيقول لك يعني الشكل هيبعمل ازاي لما تحط كلامك يعني. الشكل عامل زي كل حاجة مزبوطة نجيب بعد النقطة اللي بعديها هنا. هنا برضو محتاجين نحط الصورة ومحتاجين نحط كلام بقى والنقط اهم نقط للمنتج بتاعنا. تمام دي نختار الاصفر برضو تاني شايفين? اه البوتون برضو هيكون او اصفر برضو. اه سوري الكلام قصدي الخطوط. اه سوري بجعاني. طيب خلينا نختار الصورة من هنا عشان نحطها. اختار الصورة دي. خلينا نشوف شكلها يبقى عامل ازاي لما تطرفها. جمدة جدا. شايفين نطقت التصميم ازاي? ايه بقى? دي بقى النقط اللي هي علاقة بقى بتاعك. تبدأ ان انت بقى تحط كل النقط الاهم. يعني اهم مميزات للمنتج تحطهم كده واربعة ستة مسلا خمسة ايا ان كانت تحطهم. ممكن تشيلوا واحدة منهم. طبعا مش شايفين الحاجة اللي على الجنب دي احنا محتاجين ان احنا نختار حاجات زي كده. اه بيتسمى يعني الحاجات اللي انا بركك ازاي هضيفها دلوقتي. قد تكون متماشية مع الكلام اللي اكتبه. فانا هنزل شوية حاجات دلوقتي. اسمها عشان ان انا احطها هناك في فسي مسلا. فشايفيني الشكل ان هي بقى عاملت ازاي? قطيت اقامل النقط بتاعتها وحطيت كل واحدة جنبها ايكون يعني بتشرح الحاجة. فبقى البراند او المنظر بقى شاكله عامل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام? برضه اتغيره والصورة عندي تمام. كله زي الفل عندي ما عنديش اي مشكلة في الموضوع عندي نهائي. حلو جدا. الكلام بتاعي ده اغيره ويبقى مناسب برضو للمنطق بتاعي. تمام? شايفين بقى المنظر عامل ازاي? بقى براند. براند. والله انت نفسك وانت داخل لتحس نهو براند. طيب نيجي هنا بعد يعني ارائي العملاء. انت ممكن انت تكتبه من دماغ او ممكن تروح من عكس من امازون. ممكن انت تكتب انت تكتب. باهم? او ممكن تشيلها خالص لو مش عاجل. نفس الكلام مش محتاجين فيديو لان الفيديو يتقل المنتقى. لو ما عندكش بلوج يعني ما عندكش مقالات لعلاقة بالمنطق بتاعك ممكن تشيلها برضو. تمام? مش محتاجة. الموضوع لازم نكون اسهل. آآ بس كده هنجي بعد الفوتر اللي هو اخر حاجة دي اللي تحت ده. هنجي اول حاجة هنا اللوجو بتاعنا نحطه ونحط برضو الامج الصورة برا. تمام? نجي نعمل تاني. دي نختار صورة تكون لي علاقة برضو كون كويسة. آآ مثلا خير نختار دي. تعال نشوف الصورة عاملة ازاي? كبيرة شوية بس ايه? بس كويسة. نختار اللوجو. ما نفعل نقبل كده بس ممكن نجيبه من تحت. اللوجو هو اللوجو. نشوف اكرب عامل ازاي? مقبوبي. غير الالوان الاصفر. اصفر. اصفر. كله اصفر والكوب رايت تحت هتكتبه بقى هنا الاخر حاجة اللي هي تحت دي. تسميه بقى اسم الموقع بتاعك نفسه. تمام? الفين وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين اين كانت تفرج على الفيديو ده امتا? تده تتغيره بالشكل الشكل ده. تمام? في الموقع بقى عمل ازاي? براند براند خلاص. عملت براند فيه فيه تقريبا حوالي نص ساعة. او قل مص ساعة. براند كامل. تيجي هنا بقى على دي زير عشان نضيف بقى المنتجات بتاعتنا. تمام? احنا عندنا اللينك بتاع المنتج نفسه وعيفين بقى على تمام? دي من هنا اتضيف بتاعك ده انا بتاعنا مسلا بتعمل اد ستور. تمام? بتعمل اد ستور ضيف. كيفين المنتج بتاعنا? المنتج بتاعنا موجود. ازاي بس بتاخد اللينك نفسه بتعمل بوشت ايه. دي افتح دي. اه انا بختار بتاعي بعد كيفين بوش. هيديف المنتج شايف المنتج اتضاف للموقع بتاعي على شو بيفضل. بقى المنتج عادي موجود. بقى مربوط بهم بقى يكسب رسا عشان لما يجي الارضل هنا يتشحن. فدي يجي مسلا دي فتح المنتج نفس وكده من عندك شايف? هو بنزله حتى بالدسكريبشن هناك بس طبعا احنا نعدل الانوان الانوان كبير قوي مش عايزين كل ده. هنكتب اسم جزاب وحتى الصور والحاجات دي كلها هنشيلها هنعمل بس اللي احنا محتاجينه تمام? هنكتب دلوقتي بتاعنا. تمام? اول حاجة هنا عندك العنوان مهم جدا يكون مهم يكون بيعبر عن المنتج نفس تمام? فاشن مسلا ستريت سناكر. طيب نمسح بقى كل الكلام ده كله. دليت. نبدأ بقى احنا ايه? نكتب احنا دسكريبشن بقى من قبل وبديد كده. فعنده قرار كتير ايما تشوفوا مواقع تانية. فكتب منها ايما اه تشغص على الامازون برضو وتشوف منه دسكريبشن تمام? فحطينا دسكريبشن بتاعنا اللي احنا عملناه بريسيج. ايه حطناه? والحاجة بيتعاملة ازاي المنظر بالاخير? الناي بيع عامل ازاي? كتبنا شوية تفاصيل. عامل منتج الصورة وبعد كده عاطينا بتاع المنتج نفسه وبعد كده يتقول له ليه انت تشتري المنتج ده وبعد كده صورة تانية وبعد كده تحط البنفت تاني وبعد كده تحط اسئلة عن المنتج نفسه. بسيط جدا. معاش نقلل ده لانه كان فيه مسافة على الفاضي. تمام كل امورنا تمام. اهم حاجة نعمل ايه? نسايف. نسايف اللي هي المنتج الحاجة بتاعتك دي عشان متضاع. تمام? كده كل امورنا تمام. ودي تحت شايفين الاسعار بتاعتك. دي احنا لسا مسعرناش. هنا ده الهيدلاين اللي يعني شايفين برضو لانه كان حاطت الاسم الاو ما بينزل فاحنا هنشير ونحط ايه اللي هو العنوان الجديد. بس فهنكتب فاشن. هنكتب اسم المنتج اللي هو كان فوق تاني فاشن. سنيك. ما صوري انا كده بغلط فاشن. سنيكر. بس كده دايب اللي هو اللينك لما بنزل تظهر لفوق دي مهمة جدا عشان نتسعب الناس العنوان او اللينك فوق سبعين كلمة. ده مهمة جدا ان انت تعملها بيت نفس الشكل ده تمام? تيجي هنا عند التاج. كمين دي الصور وان ازلها اوتوماتيك. بس طوان احنا مش عايزين الصور دي. هنشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. شيلناها ونبدأ بقى نرفع دلوقتي ايه الصور بقى جديدة بتاعتنا قصة اللي عندنا. النقطة تانية مهمة ان انت هنرجع بقى للستور بتاعنا تمام? عملنا عشان نضفنا المنتج بتاعنا. تمام? نيجي بقى عايزين نضف اللي شايفين الزراير والحاجات دي لما الحد يدوص عليها يروح للمنتج بقى. فنيجي مسلا هنا عند اول حاجة. عند الاولان اللي نضغطيها ننزل بقى عند كلمة شايفين دي. شايفين مكان اللينك معلش اللي حصل. شايفين كلمة shop now دي. تمام? تيجي هنا. ننزل تحت. آآ شايفين مكان اللينك كده. ترجع من اختار shop now. البرودكت. اختار الاسم المنتج بتاعك. بس كده تضفت المنتج بتاعك. اي حد يضغط على اللينك ده هيبديه للمنتج الترقائية. شايفين لما انا ضفت? لما دست على المنتج. شايفين? وداني احنا عشان حطينا صورة فوق. فشايف منزر او المنزر فوق عاملة عندي ازاي? برند خالص برند. بس طبعا لسه محتاج يتعدل شوية لان احنا ما ضفتناش اي حاجة ما ضفتناش على الكلكشن. فلسه محتاج يعني. فليجي عند الكلكشن ننشيل اللي بتاع اللي فوق دي كلها. ننشيل تمام? لان احنا مش عايزين العميل يقعد يتشتت. نشيل دي كمان. خلينا نشوف دلوقتي مخروج. شايفين الحاجة اللي عالجنب دي كلها. تبدأ لو انت عايز تضيف يعني تقول له شحنة سريعة والحاجات دي كلها او لو مش عايزها برضو تقدر تشيلها كلها. طيب اخر حاجة معنا كلمة في شيفينج دايما تكون حاططها في الدسكريبشن عندك. في شيفين. تمام? فانت بتيجي هنا تكتب تشايف دي كلها البوليسي الكونتكت بيج كل الحاجات دي هتلاقوها تحت الدسكريبشن. هتقول لكم الملفات دي كلها تحت الدسكريبشن عشان تاخدوها. تمام? بتجي تعملها ازاي او تحطها منين لانو نستور بكلمة بيج تعمل اد بيج تكتب مسلا هنا نفتح نعمل اول بيج مسلا عندنا اول حاجة نعملها مسلا الكونتكت اس بيج تمام بتخد كوبي تجي هنا تحط بيست رحت هنا ترجع تاني هنا تاخد كل الكلام ده كوبي سوري بيست. تمام وهنا تشايفين منها اخيارات تختار كونتكت بيج كونتكت تمام عشان يطلع يطلعها في الموقع عندك على شكل اللي هو مكان الايميل والحاجات دي مش بيج عادية نعم وتعمل كده عملنا اول صفحة عندنا. ده كله لسه الاعدادات. تمام? الفوتر شايفين كلمة الفوتر او المين اه. احنا اول حاجة انا شيل الكاتلوج دي مش محتاجينها في حاجة احنا محتاجين نضيف فوق اللي هي اللي احنا ضفناها في ودلوقتي تمام? تيجي من هنا بس ضيف اي حاجة لو عندك بقى لو انتنا عاملين او اي حاجة بيج مسلا كونتكت اس بيج. شايفين لما احنا لما ضفناها هنا. عملنا اد. شوفها تظهر فين على الموقع. فوق. عارفين لما بيكون فوق او ما تفتح الموقع بيكون هوم وكونتكت اس والكلام ده كله. نفس الكلام. كلمة ده اللي هو المنتج بتاعنا. وهنا نراجين ربطينه بالمنتج بتاعنا. شايفين ربطته? ده برضه هيظهر فوق كده. يكون ظاهر اول حاجة فوق. لو حد ضغط على الكلمة دي فوق. تبقى اياه هيوديه على المنتج بتاعنا. دي اللي هو الرقم. الناس اللي بيكون. اه في عندك موقع كتيرة جدا بقى في عندك اه الموقع ده بتاع الباكيج. او في موقع في موقع كتيرة. تمام? لينك تحط اللينك ده. في اي حد يضغط على هيوديه للموقع ده يحط الرقم اللي هو مفروض اللي يظهر عندك. خلاص. كده راح للمنتج بتاعه. او عارف المنتج بتاعه يوصل فيه. نجي هنا عند الفوتر. الفوتر ده هنعمله لما هنكون عملنا اللي هو هالتيرم والريفوند البوليسي اللي هي الحاجات اللي هي الصفحات بتاعة الخصوصية والحاجات دي. لما تكون عملتها. آآ لازم تعملها. تمام هنا تجيب اسم الموقع بتاعك تاني هنا. تمام? ده لبعد ما تروح على اونلاين ستور. خلاني نشوف في حاجة تانية عايزة تتعدل. طبعا هنا مش تعرف تشيله لان انت مش مشترك في يعني لازم تشترك في خطة مدفوعة مشان شيل الباصورد. يعني الموقع بتاعك محدش هيقدر يشوفه غير لما يكتب الباصورد ده. تمام? فدي طبعا مستحيل انت تعمل وتعمل حاجة زي كده. فانت بعد ما بتخلص كل حاجة فعليها تبدأ تروح ان انت تعمل بقى البلان. يعني هنا برضو تغير الاسم اللي فوق ده تحط الاسم الجديد بتاعك. تمام? هنا الايميل بتاعك. تجري بتاعك. بتاعك. يعني بتاعك اسمه ايه? تحطه هنا برضو. هنا بتخليها دولار. بتاعتك الدفع وسائل الدفع تضيف ايه? ايه وسائل الدفع اللي هتستخدمها. فاحنا عندنا ممكن تستخدمها او ممكن تستخدم استرايب وتستخدم تمام? الناس اللي مش حابة تطول فعاية ستها تبدأ على طول عشو بي فاي باي منت تقدر انت تعمل بس وتقضت بيانات الشركة بتاعتك والتفاصيل دي كلها وخلاص. وهتلاقوا فيديو قريب عندي على موضوع اه على القناة. بتكلم فيها عن موضوع استرايب وازي تفتح اكاونت استرايب وازاي تفتح شركة امريكية. عشان تفتح بها استرايب او او الكمور دي. دي فكرة شو بي فاي ان هو هنا شايفين شايفين ايجيبت كمان موجودة. خيرين ان هو دخله ايجيبت. مصر بقت موجودة. او هو سوري هنا بيطللك انت بتختار البلد بتاعتك وهو بيطللك ايه الوسائل الدفع اللي موجودة في بلدك المتاحة على شو بي فاي. فانت بتختارها وترتمر عليها احساب. تمام? دي مهمة جدا. خليها في النص دي هم موضوع ان الناس اللي عميل يعمل الاكاونت ولا لا. انا دي كلها سبعة زي ما كانها. اااا دي برضو كمان سبعة ما كانها. انا خليها بس. ممكن تعملها اللي دي ممكن تقوله يكتب اسمه الاول والاسم الاخير. الخليها دايما اوبشنال. الادرس عشان ما يشحنش لوحده ولان ممكن فيه مشكلة او حاجة. تمام تعمل نسايف تنجل عن شبنج الليبل. ده اللي هي بتاعت الضبط اللي هو الشحن بتاعك بقى والحاجات دي. تمام? اه تعمل كرييت تمام تختار مثلا لو في حاجة معينة او سوري نعمل ايه باكت. هنسميها بقى ايه باكت اللي معرفش ايه باكت دي يعني يعني المعظم الدول اللي هي الشحن بتاعنا. احنا ممكن نقفل دي. تمام? ونجي هنا التاني ننشيل اه نيجي هنا نعمل دليت لدي. نعمل برضو دليت لدي. نعمل ايد ريت ونحط الريت بتاعنا مثلا. فري شيبنج. عشان الناس يزعلون فري شيبنج لان كان البلد اللي هو يعملها. فري. تمام? كده طلع لنا زبط الامور تانية اهيه. انا حسب الدولة وحسب المكان بتاعك ببدأ تعم تعمل تعمل تسيب. دي بقى مكان اللي هي زي ما بتوكي. كاريات دي. هو بنزلها الواحد اوتوماتي. شايف هو هنزلها الواحد والشيبنج دي احنا كنا نعملوينها في الفايل فممكن تخدها من الفايل. طيب الموقع ده مهمته ايه? مهم للبيبال عندك ان يكون عندك حاجة اسمه تراكينج اه شو بفاقي ان هو بيتتبع الاردرات العمل الكلام ده كله عشان ما يجيش بعد كده يحصل مشكلة معك مع البيبال في موضوع تراكي النومبر. يجي اسألك طب هو فين التراكي الكلام ده كله. فالموقع التطبيق وزيد جدا. انت تضيفه اسمه اه تراك اه شو اه تراك شير. تمام? قريبته النواة بياخد التراك منك وبيقدر ان هو يتوسق يكون مع العميل. بالشهر بتدفع حوالي تسعة دولار تقريبا تمام انت بتقوله. تمام كده دخلنا على الموقع نفسه. ممكن انت تستخدمه ممكن ما تستخدموش في البداية. ممكن في البداية اول فترة ما تستخدموش. هنا في فيديو تعمل كونكتو بس تعمل من هنا تحط الايميل الايميل والبصر بتاعك بتاع البيبال وهو هتلاقيه عمل اكاونت وعمل الزبط كل حاجة عندك هالبيبال وعلى وخلص. لازم مهم جدا للناس اللي هتشتغل بشكل كبير قدام عشان المشاكل بتاعة البيبال. تمام? مهم جدا جدا. تمام? شوفي التطبيق التاني. برضو فترة شغل دور. فكرة التطبيق ده ان هو زي ايه? اه محاسب زي محاسب ليك شوية بيعرفك ايه الارباح بتاعتك عملية كام مبيعاتك الماركتين كوس النت بروفيت بتاعك المنتج المنتجات نفسها مكلفتك. يعني شوية محاسب ليك شوية بشكل اكبر. اه ممكن تستخدموش. لو معك يعني معك فلوس ممكن تستخدموه. مهم جدا جدا معك للوقت. قدام يعني. لانه بيحسب لك فعليا كل حاجة. بدلا لما اجيب بسهل المحاسب والحاجة تديله مية مية ولا ماتين يعود يعمل لك هو بيعمل لك كل حاجة. فهو انت بتعمله آآ يعني بتضيف بتضيف له الجوجل اكاونت الفيسبوك اي حاجة بتعمل بها اعلانات للسطور بتاعك بتضيفه هو بيعمل لك حسابات لكل حاجة. بالموقع اللي بعد كده معنا اسمه ده برضه من التطبيقات اللي انا بحبها في ايه? اهو يعني مسلا لو انا بتاعي شغال دلد في ناس دلوقتي دخل على بتاعي اقدر اشوف. اقدر اشوف الناس دي من اي دولة. اقدر اشوف الناس دلوقتي بتعمل ايه? بيدوس فين اصلا يعني. فين الاماكن اللي بيدوس فيها في الموقع كل ده بيعملو اورنج. يقدر ان هو يعرف كل حاجة ويقدر يصور لك فيديو كمان. في فيديو بيوريك العميل بتاعك راح فيه نزل تحت اختار ايه عمل ايه وقف فين. دي كلها حاجات اشتقدر تطور بيها. ممكن يكون الناس مسلا. الناس بتخش عندك على الموقع بس انت مش عاب يشتروا ليه فانت بتشوف بقى ممكن بعد ما تشوف الفيديو بتاعه ممكن يكون فيه مشكلة في الموقع انت مش شايفها. طبعا عندنا تطبيقات تانية دولات اللي انا هزهرالك ودولات اللي هي في اس اس ام باك آآ بامب اللي هو ده بتبعت اس ام يعني على العميلة ارقام العميلة عشان كده احنا دايما سيبنا خيار للتليفون عشان آآ لما مسلا عميل دخل مسلا عارف انت انا بتخش علي موقع ويكون حتى رقم ولا عكة كل فايا ويبعتلك تذكير ويقولك ايه خش اشتري المنتج تبخد خصم عشر في المية خصم عشر في المية حد ما انت تفتكر او تخش تشتري صح? بدأ التطبيق ده بيعمل نفس الكلام طبعا بفلوس برضو آآ بس تقدر طبعا لو انت ما عندكش بلان بلان دي يعني اختار بتاع تعمل اوتوماتيك تمام شايفين دي كلها خيارات تمام آآ هتيجي هنا عند سبسكريبشن بس انتا قريدي ما عندكش فانت بتعمل ده اجريشن شوف اينا اي طبعا كلابيو 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 ده مهم سودي كلابيو ده مهم لو هتناموا ياب معيش لان الزجل طويل طيب طيب نيجي هنا ناخد اول ميسج يعني اول رسالة ممكن تحطها ليه طيب لعميلة هنا تيجي مسلا عند اول واحدة هنا كده تيجي تعمل عندي ايدت اه هنرجع تاني الفايل بتاعنا هناك ناخد اول رسالة دي نقولنا هنا تلاتين منت فدي هنخليها عشرين منت بس ثم كان الرسالة هنا برضو دي هنخليها عشرين منت يعني بعد عشرين دي دي يبعت للعميل تمام هنا هنشيل كل الكلام ده كله ونحط الرسالة بتاعتنا بست شايفين دي انشيلها عشان كنت توضح لكم فيها كل امورنا تمام 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 كده كل الامور تقوم بزلSI ت beginnings - إلى bites كده يقولنا تمام دي أنه لو انت عايز ترفع قف أو حاجة عايز باعثها مع الحاجة او ممكن ان انت تعمل مستر قوية مصة لقدك اموجة ممكن تطوخها يعني كالبه و حاجة زي كده ممكن ما تحطي جهسن تمام طيب انا بتتخذ صورة بتروح مع البداية ممكن تعملها بلود من عندك بس صورة المنتج او صورة لوجو او صورة حاجة تتعبر عن الحاجة اللي انت بتقول لهم خش طرح عشان يفتكروها بيها ان يفتكروا ايه انت مين تمام فمسلا رفع لهم صورة كوتشات كلها لأولا امام بتاعتها مع بعض وشافين على الايمين عندي التليفون بيبعمل ازاي المنظر عامل ازاي رسالة صورة وتحتها الرسالة بتاعتي واللينك بتاع المنتج نفسه تمام بس واعمل سيف كده عندنا اول رسالة او رسالة بعد عشرين منتج نعملها اون نجي عند الرسالة التانية ونروح للفايل بتاعنا الرسالة التانية بعد ساعتين يعني بعد ساعتين يبعث الكود بخصم عشرين في المين خطبا لكم يجب اننا بردو دي نعملها تو هور نزل تحت هور تو نشيل دي نسيب احنا كنا نشيل عشان نحط صورة تانية غير اللي احنا عطناها هنرفع برضو صورة تانية زي اللي انا وريتها لكم شوية بس حاجة تكون جديدة شايفين نشيل كل الكلام ده كله ونحط الرسالة بتاعتنا نعمل نرح للاعميل اي حد يضغط على اللينك هيروح معاك بخصم نعمل نعمل نفعل نفعل بتاعتنا وهكذا بتعمل لكل دول زي ما نعمل لكم في البداية تمام هنا بس نغير الاسم بتاعها تمام نختار اللي بعدها اسم M تمام دي عشرين هاور عشان تبقى نفسها عشان تبقى عارفين نعمل Edit خلاصية تغيرت لوحدها نعمل عشرين نزل تحت نحط صورة نفس كل اللي احنا عاملين هل في صورة هنا موقع التعبر مفيش طويرة شوية نخش نغيرها تاني خلينا دلت ناخد الاسم اس او المسج البعدي هنا اخص بخمسين في المية خليون طبعا ما تقدرش تعمل حاجة زي كده غلب ما يكون اصلا انت متاح معاك الامور دي تمام خط المسج بتاعتك نيجي هنا برضو عند Add Stop نغير دي زي ما قلت لكم اللي خمسين في المية سوري التانية خمسين في المية دسكاونت تسيب products upsell طيب وبكده نكون انت هنا من من التطبيق ده تقدر انت تتعدل على بقية الامور دي زي ما انا عرفتوكو نيجي عن التطبيق التاني هو مطبيق الاول ده بتاع التليفون والتاني ده بتاع الايميلات ده مجاني كلافيو مجاني اه تقريبا ان هنعمل نفس الامور اللي احنا عملناها هناك وبرضو بمسج وصور وحاجات برضو بتكون مهمة جدا الحاجات دي مهمة جدا ليه بنعملها زي ما تودها تأسيس الحادس الصح خلاص او احطي اللي بتاعدي الحادس الصح تلاقي النتائج صح شايفين عشان احطيت اللوجو بتاعي فالمنظر بعمل ازاي وغيرت الالوان بتاعتي الاكواد بتاعتي دي بيجيبها هناك من الموقع عندك تعمل continue شكل الايميل بيجي لك تلاقي تمام بتيجي هنا عند فولو نفس هناك هو نفس فولو نفس الكلام تيجي هنا برضو عند اول ميسج اللي هي ودي اللي احنا محتاجينها اصلا تيجي هنا برضو نفس الكلام شايفين تلاقيه برضو الكلام ده كله تده تاخده تمام وترجع نازل هنا تعمل سوشال ميديا اربعة ايام نجينا نعمل delete نعمل delete اللي دي كمان تتبقى اول واحدة نعمل لها تعديل بحنا متاجين نبدأ نعدل عليها تمام نجي نعمل d on نفعلها نفتح لتحت نرجع تاني لفوق نعمل figure نجينا نختار نعمل اه نحتاجين نعدل عليها نقفل دي برضو زي ما عملنا عملنا تحت on نقفل دي ونفتح لتحت تمام done اما حاجة done متاحش ما تروحش تمام نجي نعمل هنا live live دي يعني خليه خلاص ان هيشتغل اي حد يخش حط ايميله او هيخش حتى هيعرفوا يوصلوا له ويبعتوا له ايميل تمام ان هما يفكروا ده بطريقة اللي حنعملها ده طيب احنا عندنا دلوقتي نبدأ بقى ان احنا ايه اه نحط بقى المسج والحاجات بتاعتنا دلوقتي طيب نرجع تاني هنا هنا ده احنا عايزين لها مسلا كل الثلاث داقة يوم واحد او يومين وهنعملها كمان ساعة دلوقتي نعمل edit هنا بقى نبدأ نعدل شكل الدزاين او التعويس اللي عندنا ازاي انت هنا بتقول من اي حط اي اسم اي اسم مارك جون مايكل اي حاج تمام هنا هتحط الاسم فيه تمام الاسم اللي هيوصل لك من كازا مسلا الى هو اسم الموكر بتاعك اد كازا تمام تمازل هنا مسلا تبدأ ان انت مسلا هتلاقى اخد الجملة دي كلها كده تمام انت تبدله خصم 10 في الماء وترجعها تطهله هنا تمام تعمل save change edit content هنا بقى ده شايفين المنظر عامل ازاي نحن نغير الصورة دي طبعا. نعمل ابلود ايميج. ايه ابلود هنا ايميج. نختار صورة للكوتشي. عشان تظهر للعميل او صورة عادية. كيف عن نعمل 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 شايف المنظر بقى عامل ازاي? ده ايميل. شايفين نفس غيره اللي عملنا بالاسمس للتليفون نعمله الايميل. نفس الكلامة ده بدأ تاخد الكلام ده كله. اهلا ماكو واحدة بنتو تكملو الباقي. تمام? واحدة. شايفين المنظر اللي احنا عايزين نعديله مخليه في النص. فاحنا ممكن نحواجين نعملين وناخده كده ونعمله في النص. شايفين نتعدل ازاي ونعمله بولد. شايفين? اه فاحنا محتاجين نغير الفونتة مسلا او الثاني غالي اربعتاشر. ستة عشر. كبر شوية. ماشي. لازيز. مازال حلو والكود نفسه باني. طيب ازاي عمل الكود ده شايفين كلمة الكود اللي انا عامله ده. اه بتيجي عند كلمة من هنا. بتعمل يعني عايز اكتب بقى عامل خاص من الناس هتكتب الخاص ما هو فين الكود بتاع الخاص من هنا. تكتب اي حاجة تكتب بقى اسم الاسم مسلا مسلا شايفين ده سناك سناك عشرة ده هاخده. ده اسم مسلا اي حد يستخدم الكود ده في وبيدفعها الي. اهلا بنتو بتعين لها بارته عشرة في المية. تمام? اتسبها كلها يعني اللي هيستخدمه مرة واحدة بس ما يقدرش يستخدمه اقترب من مرة. تمام? كده بقى اي حد ياخد الكود ده ويحطه عندك في وبيدفع. خلاص. على طول هي تعمله خصمة القاينة على المنتج. تمام? ناخد اللي بعده نحط الكلام ده تحت. تمام? نشيل ده كله ونحطه. نعمله فى النص عشان نبقى نتزبط. نخليه اكبر شوية. هل ممكن يظهر شوية ولا كده ماشي? تمام? وكده برضو الكود بتاعنا تحت موجود. بتقوله ان الكود خلال اتنين وسبعين ساعة بس. تمام? كده امورنا تمام? وشايفين الايميل هيظهر كده للعميل. زبطنا اول حاجة بعد يومين. تمام? اللي بعدها وهي السوشيال. تمام? نيجي هنا بقى ناخد النوطة اللي بعدها بتاعت السوشي. برضو نفس الكلام فروم جانا. تمام? تجي هنا نحطها. سوري نحطها فوق في السندر. تمام? ونجي هنا عند السبجيط. ناخد هنا السبجيط من هنا. تمام? سببورت السنكر كمينيتي على انستغرام. بوبي. حطها. نعمل. متنساش تعمل سيء. تمام? نعمل ادت كونتنت. وننزل تحت هنا عند سنيك فاميلي لوف. ده التايتل او اللواء العنوان بتاع البتاع عندنا يبقى كده. نغير ده كله نقده كده ونجيبه في النص. بعد كده نغير بولد نغير السيز بتاع ونكبره شوية. اه شايف شايف لما كبر شكله بقى احسن ازاي. بس ونعمل ابلود تاني لصورة تانية مثلا. او ممكن تحط اللوجو. لا احنا اعطينا اللوجو فوق. ممكن ايما تشيلها ايما انت تحط بس هنا صورة عادية برضو للكوتش والحاجة بتاعي. فهنا هنرجع تاني الفايل بتاعتنا ناخد الكلام ده كله تحت كده. نعملينه ده. مجينا اخديني الكوة بيه. الموقع بتاعنا هناك. نحط ببيست. نغيره بالنص ونصغره شوية. اه كده ماشي. بقبول. انا بس الصورة دي مهمة. ايما تحط حاجة خاصة بك انت ايما تسيبها. انا نعملها. انا نعملها. تمام لان احنا نروح على انستجرام. بس كده كل حاجة بعتمدنا نشغالها كويس جدا. وامورنا تمام. ديجي انا بس عندي ده. نختارها من هور. تمام ونعمل سيف. ديجي نعمل من هنا هايز. نعمل ماركت. تمام. وبعد كده ديجي نعمل سمورت. تختار مانوال. دايما دايما بتلاقي كده وتعمل اللايف. لايف. تمام. سيب كل حاجة زي ما كانت. تعمل ايدت. ترجع تاني هنا. تاخد فروم. ترجع تاني. سوري. اه تحط هنا. السندر بتاعك يعني من مين. تمام. سوري عمال عشان نفتح هنا اكتر من حاجة. اي بتاخد الجوم اللي دي تاني. اربعين في المية خاص. اوبي. اه فين الفوين. ماشي هنا. تمام. وبعدك هتعمل سيف تشينج. ايدت كونتنت. نحط سينكيو دي. نشيلها ونحط مكانها. الجملة دي كلها على بعضها. ناخد سينكيو. ماشي نكبر الفونت شوية. نخليه في النص. اوب. ماشي هدو تمنية وعشرين. الكلام دي تحت ده نغيره وناخد بقى اللي هو تحت ده. تمام او الهي. تمام الغريب النص. بتاعنا نصغره شوية. تمام كده امرنا تمام. سيف كونتنت. كده ده شكل المنظر بتاع الايميل بيزهر للعمير ازاي شايفين عمل ازاي سينكيو. تمام. كده عندنا كلافي وبدأنا خلاص كده زبطناه ونعمرنا تماما. آآ او او لما يشتريه او كل حاجة تزhonتت بالشكل اللي احنا عايزين. تمام? احنا عايزين اول حاجة نعملها عشرين منت. دي دي بقى اللي هي المهمة عندنا اهم حاجة. ان هو العميل يتبعت له اقد LOVE كل شوية покуп là. تمام? ايه تعمل هنا دي هتعملها ON ترجحة ثانيjutaron. لايف. نعدل عليه نضغط عليه كده ادت. نيجي هنا. اخد نفس الكلام بس وتكمل على نفس الفايل زي ما انا اه معامل في الفايل وتحط البيانات وتحط كل الحاجة عندك. تكمل عليها لغاية الاخر وهتلاقي كل حاجة تزوط. طيب التطبيق بعد كده اسمه. ده اللي هو هنضيف منه بقى يعني بننزل المنتج لازم لازم اي منتج بيخش عليه بيكون فيه ناس معلقة ناس بتور اراءة. فاحنا بنعمل الكلام ده بيدينا يعني فيه تطبيق بتضيفه. بقى كده بتخش انت بتكتب اللي هو اللي هو التعليق على المنتجة ده بيديك عشان الناس لما بيشوفوا ان فيه ناس معلقة عليه. اول حاجة اقصا العاملة بيخش بيروح يدور فين فين الرفيو فين الناس بتقولي عن العاملة. بتاخد من هنا ترجع للسايت بتاعنا فين السايت بتاعنا? اه اونلاين ستور. تجي هنا عند تعمل ادت كود. بتعمل هنا تحط الفايل بتاعك. شايفيه وتحطها هنا بعد. تمام? وتعمل كده حطينا الكود بتاعنا والامورنا شغالها تمام. او في تطبيقات زي عالي ريفيو والحاجات دي ممكن تضيفها على طول بدون ما تعمل الكامل ده كلها وحابب يعني بس ده انا رحب لوقس ريفيو عشان شكله وحاكته بتعساء قريبة من شكل الموقع فبتلاقي حلو. هنا طبعا عملته اصور عشان يكون شبه الموقع عندي وشكل البراند عندي يكون نفس كله الالوان والحاجة كلها نفس الشكل. اه هنا من كلمة ريفيو هنا بقى تبدو تضيف ريفيو. ممكن تضيف مرة واحدة لو عندك على كتاب ريس فيه ريفيو الناس كتبه ريفيو وتاخد اللينك تحطه مرة واحدة يضيف لك كل ريفيو مرة واحدة او ممكن تكتب باديك بقى فاهمني? فسيه مسلا ده شايفك فيه كم ريفيو هنا هنا في حوالي تمنمائة ريفيو فلو خدنا اللينك اللي فوق ده شايفين هو اصلا التطبيق ضف له واحدة فا انت بتختار منه المنتجات بتاعتك. سيه مسلا عايز المنتج ده فبتقول له هنا عايز كم ريفيو وعايز الناس اللي اربعة ستار ولا عامل خمسة ستار. عايز الناس كتبه بالانجلش ولا كتبها في اللغة تانية. بتعمل شوف المنظر عامل ازاي تمام? تمام لو عجبك الريفيو بترجع عامل له امبورت. بتبدأ ان انت تشوف واحدة واحدة كده تفضل تضيف واحدة واحدة. اللي اعجبك تضيفه. اللي اعجبك تضيفه. اللي اعجبك تضيفه. اللي اعجبكش تعمل خلط تفكك منه. لانه بيدفولك بالصور كمان. يعني انت في الاخر بتلاقي نازل عندك بالصور بالريفيو. شايفين? صراحة رهيب صراحة. نبص لو جينا انا بقى عملنا ابدات. شايفين ده المنظر عامل ازاي اللي انا ضيف الوان وضيف مأسات اللي بتاع المنظر عامل ازاي? اضيف حاجة اللي هي علاقة بالريفيو. دي انا اشوف. يعني لو عايزين الناس اللي عارف كل شوية بيطلع لك ناس اكين في الناس داخلت. اه دي كلها اوبشن. احنا عايزين هنا بقى. ده اللي احنا عملنا دور عليها عشان يبان. بس عملنا من هنا. بيتبان عندك على طول مكان الريفيو او الناس اللي ضفت عندك. تمام? يقول لا اوبشن مهمة ان انت يعني بتشغل فيها العميل شوية. عشان هو وبتشجعه ان هو يشتري ان هو في علاقة فيه ناس شاريت فيه ناس كتير فيه حاجة كده اوبشن كدير. يميزة القالب ده الصراحة. طيب. دلوقتي بقى هنيجي. او هنبدأ دلوقتي في موضوع التسويق. اول حاجة لازم يقول عندك صفحة فيس. صفحة فيسبوك. اه تسميها باسم بتاعك. تبدأ ان انت هتزبط. طيب خلينا نكتب مسلا اول حاجة اسم بتاعنا احنا قلنا. ما وتحط الكاتيجوري بتاعتك مسلا احنا لعناقب الفاشن فنختار فاشن. ديزان الفاشن. تتريد يعني خلق غلبك من الحاجات دي. تمام? اه وبعد كده بتنزل تعمل دون. تمام? ترفع الصورة بتاعتك. صورة اللوجو بين اللوجو. او صورة الكوتشي اي امكان حاجة بها. نشوف شكلها بعمل ازاي? ام لأ اه دي عليها كنفة كمان فلا تتشل. فانت تبدأ تغير تمام? نحط الكوفر اللي فوق. اعايزين برضا صورة تكون فوق. نشوف اه شكل الستور بتاعنا او الموقع بتاعنا بعمل ازاي? يعني فين شكل الموقع بتاعنا بعمل ازاي? ممكن تاخد داكية سكرينشوت. شايف انا خدت سكرينشوت? ترجع للفيسبوك هناك تحطه ككوفر. نرجع هنا تاني فين مكان سكرينشوت نخدته. اه اه ديسكتوب. اهو شايفين? ازة الصور. شايفين ده بقى شكل المنظر عندي على صفحة البيج. ممكن تعملها كده او ممكن تعمل بقى صور بشكل باكتر يعني. انا باريك عشان ننجز لان الوقت بياخد وقت كبير جدا لدخلته تفاصيل كل حاجة. هنا بتعملها طبعا وتحط لينك للموقع بتاعك تمام? سوري انا ماخدتش لينك للموقع. تمام? وانت راجع اعمل بتاني تختار تمام? اه ممكن تعملوا النفس مش ممكن تعملوا وانت عملوا نفس الاسم بس تحاول يكون قريب من الانستجرام تمام? انا حاول يبدأ بالانستجرام الاول وبعد يختار الفيسبوك. لازم يكون متطابق مع الاسم اللي فوق ده تمام? هنا طبعا بتعمل تدخل على اباوت تحط هنا بتاعك البزنس تحط ساعات العمل بتاعته هنا ممكن اوز اوبن اه لو عندك تحط السوري لو عندك يمن تأكيد عندك ويب سايت الرقم بتاعك الايميل. اه كل حاجة البيانات تحطها. دي برضو بتساعد الفيسبوك النوية يبدي مصداقية اللي عندك لو عندك عنوان لو عندك حاجة يبدأ تحطها. نبدي مهمة جدا شايفين صفحة جديدة خالص وفاش اي حاجة. دلوقتي نبدأ نيجي عند النطة اللي بعديها ونيجي هنا عند شايفين بيتش مودريتر. هنا اللي هي عشان لما بتيجي تعمل العلانات فيه ناس بتخش تكتف كومنتات فقط. هنا بتخش تكتف اشيات ما عرفش هي بيعود اشتماو بيعودوا حاجة غريبة. فعشان ان انت تتجنب الموضوع ده شايفين اللي انا فتحتها دي تقدر تحط كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها. او الاشتماع اللي ممكن الناس تشتمها وفيعملها. نفس الكلام تعمل انستجرام اكاونت. تمام? بنفس الاسم. تعمل اكاونت بسيط جدا ما كوش اي حاجة. بتعمل اكاونت بنفس الشكل ده كده. خلاص كده جاهزنا كمان انستجرام والفيسبوك عندنا. كده اظن كلنا عارفين ازاي نفتح اكاونت فيسبوك. وآآ سوري آآ نفتح اكاونت انستجرام جديد. صح? بس تعمله بنفس الشكل ده. سوري. بس كده خلصنا كمان انستجرام بتاعنا. بنيجي بقى هنا عند آآ الماركت نفسه. ايه بقى اللي احنا محتاجينه عشان نبدأ نعمل آآ الشغل بتاعنا. محتاجين فيديو. محتاجين صور. محتاجين صورة مصغرة. محتاجين آآ اللي هو الكلام اللي موجود هو الفيديو. محتاجين اللي هو الهيدلاين. الكلام اللي موجود تحت. دي كلها امور احنا محتاجين نجهزة عشان نبدأ نعمل اعلان المنتج بتاعنا على الفيسبوك او على جوجل او 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 ان كان. نتكلم تفصيل في الفترة على الحاجات دي عندي على القناة. هتكلم بالتفصيل في كل الامور دي. تمام? طيب اول حاجة ميزة الموقع ده. الاولاني معنا ان هو زي ايه? الفيديوهات الجاهزة انت بتخش تعدل العمل زي بس ده طبعا بفلوس. يعني هاضطر تدفع في الاول عشان تد. هو مسته ان هو بديك الحاجات الجاهزة وانت بس بتخش تعدل عليها. بس ايه مسلا خلا نبدأ نخش مسلا حاجة لعلاقة بالكوتشي مسلا او والحاجات دي. آآ ونختار حاجة. شايفين في حاجات ايه? شايفين دي كلها حاجات. خلينا نختار واحد ونخش نعدل عليه ونشوف ازاي الفيديو في الاخر هيطلع. خلينا مسلا ده شبه بتاعنا خلينا نشوف شايفين المنظر بيبقى عامل ازاي او الشكل في الاخر بتاع الفيديو او الجيف عامل ازاي? خلينا نشوف شايفين المنظر. انا بقى ما نخش بجوه وتعدل انت على الحاجات دي كلها او ممكن تعدل على كامتازيا او كانفا والحاجات دي لو انت عايز تعمل برا او حتى كانفا الفري فاكريين كانفا الفري نجيله برضو مجاني تيجي من هنا تكمل فيديو. تمام ده شكل او ده شكل اللي يطلع لك في الاخر انت بقى ممكن تحط الماتيريا اللي بتاعتك انت الشخصية. او ممكن تستخدم ميديات من اللي هو عاملها هنا. تجينا عند كلمة اميج. نضيف الصور بقى بتاعتنا. او ممكن لو عندك موسيقى معينة عايز تضيفها برضو من هنا تده تضيف الموسيقى على الفيديو. عامل ازاي اه التطبيقات اللي دلوقتي بقيت موجودة اي حد دلوقتي بقيت فينا يعمل حاجة على على التليفون يعني. الموضوع بقى ابسط من قبل يكيدة تحط ستيجر كل حاجة موجودة نفسي الكلام على الفيديو اللي هي التطبيقات اللي بنعمل على التليفون دلوقتي. بس ده ده شوية على على النت. فممكن انت تعمل الفيديو على التليفون على فكرة ممكن تحطه يعني مش لازم يكون على بتاعه لو انت بتعرف وعندك حاجة مجاني ده لما تدفع ممكن تعملها. هي الفكرة ان هو هنا بيديك يعني بيديك افكار جاهزة انت بتعدل عليها بالشكل اللي مناسب للمنتج بتاعك بس. مسلا حطيت والجازمة بتاعت شلت الجازمة التانية حطيت الجازمة بتاعتي اللي هو اللي احنا شغلين له بعد اما شلت الخلفية زي ما قلت لكم في الاول ازاي تشيل خلفية من الكوتشي. تمام? وغيرت الالوان شايف بقى المنظر عامل ازاي? طيب وغيرت الكتابة. دلوقتي بقى بقى اعمل سيف. خلينا بقى نشوف بقى الشكل الفيديو. في الاخر بعد اما انا عدلت الكلام. اعطيت الصورة بتاعتي بس. بكل البساطة دي. خنشوف الفيديو وفي الاخرى يطلع ازاي اللي احنا عملناها الجديد بتاعنا. بالآ يعني عملناها بالاسم ايه? بالآ بالكوتش بتاعنا بعيد عن البتاع. خلينا شوف المنظر عامل ازاي. دريبا اربع او خمس صور للآ نفس الكلام. انا عملت بس بغير الصورة. بقى دبليكيت وبغير الصورة. ولو فيه كلام عايز تغير. دبليكيت وبغير الصور. فالموضوع بسيط عشان ما تحسش بس ان موضوع كبير. تمام? يعني بعمل دبليكيت يعني مش عارفة تكرار. بعمل تكرار وبغير الصورة. خطيت في اخر اللوجو بتاعي. يعني نفس بالزبط النزام اللي هم عاملينه انا بغير يمله بس بغير الصورة. خلينا بقى نشوف دلوقتي الفيديو بعمل ازاي? بتاع الصور شوية عندي مش قوي بس الفيديو حلو جدا. طبعا تقدر تحطي له موسيقى تمام? لان هو الوقت ما غير موسيقى. طبعا تحطي له موسيقى. ده نفس الكلام. تقدر بقى تفتح اي عندك لو انت بتاعك سمعات اه نفس الكلام برضو. ايا كان الفيديو او ان كان تقدر تدور او حاجة خاصة قريبا من الحاجة بتاعتك وتبدأ ان انت تضيفها بنفس الشكل اللي احنا عملناها نفس الكلام شايفين. بتدو اضيفها كزا. خليني بعد اما عدلت على فيديو التاني ده الجديد ده خليني اواريكم في الاخر المنظر عامل زي. ده كن واحد يعني من الناس بيقول ريبيو بتاعه بيقول رأيه. ممكن ده ناس تبص ان الموضوع عادي. بس حاجات بسيطة زي دي بتعمل شغل حلو. يعني ساعات الحاجة اللي انت بتقول له وحش قوي ايه ده الناس مش هتفاعل معها. تكون ايه اكتر حاجة تشتغل معك. اه الموقع ده بقى فكرته انه هو ايه بقى يعني ناس يعني انت بتدي الناس بتاعته هما بيعملوا شايف ده كده? انت بتقول لهم المنتج ده عملوه. هما بيتكلموا اه الله المنتج ده جامل جدا وكده بيعملوا زي يعني هما بيعملوا للمنتج بتاعك. فانت بتاخد الفيديو ده وتعملوه عليك. بس بكل تمام انا مسلا عملنا مسلا حتى الان صرفنا حالي مئة مئمين دولار مسلا. فيديو. تمام كرييت فيديو. لو انت عندك كلام او عندك حاجة معينة محتاجوا هما يقولوها برضو ممكن يقولوها ممكن تحطه لهم او ممكن لو انت مش عايز. تمام? اه عايز شكل الفيديو يطلع ازاي او اللي بتتكلم بتعمل ايه الكلام ده كله شايف? شايف المنزر عامل ازاي اللي هي بتنطب وبتغير الحاجة. يعني مجرد حد قريب وبتكلم. ولا حد بيوري المنتج نفسه. عايز بالزبط المنتج عايز الفيديو بعمل ازاي? فيديو تيك توك ولا فيديو انسجرام ولا فيسبوك ولا يمشي كله. اه كم كم مدة سانية الفيديو? عايزه ست سواني. انا وضع دايما افضل تلاتين سانية هو افضل مدة للفيديو. تمام? اه انا بتختار عايزه راجل ولا ست ولا مش فارق معاك. اه عايز العمر قد ايه? من كامل كامل اللي هيعمل لك. اللوكيشن. عايز بيتكلم لغتي ايه? او بكلام ده كله بتختاره. تمام? هنا انه بتختار عايز كم 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 فيديو. تقول له اه انا عايز فيديو واحد مسلا. اه بتختار المنتج مسلا. تمام? انت بتقول بيقول لك انا هل انت تشخيله بنفسك ولا ولا حد يعمل قنائم فانت الافضل لو دايما بيقول لك ان انت لتشخيله بنفسك يعني انت قول له انا مش عايز انا عايز بس التابعة لي انا عايز الفيديو انا كاك هلاش حميله انتج يعني. تمام? هو هو اللي روح يشهله يعني. فاهم? اه سوري هو اللي يروح يعمله يطلبه. تمام? طيب بس هنا لو عندك هيتلاين والحاجات الكلام اللي بيتكتب ده لو انت حابب بحاجة معينة تتكتب برضو بتقدر تكتب له عشان يزهر برضو على الفيديو نفسه وتبدأ تحط اللي انت عايزه. كله كل الكتاب اللي انت عايزها ممكن تحطه ممكن تشيل براحتك. بس بتيجي انها تبدأ تشوف بكل دول الناس اللي كانو عملونا الفيديوهات قبل كده. اه وتبدأ ان انت لو عجبك مسلا شغلها مرة فممكن ترجح تاني تتكلم معاها. اه تخليها تعملك فيديو تاني هكذا. فاهم دي كلها ناس احنا يشتغلنا معها. عملنا معاها حاجات قبل كده. تمام? وتبدأ ان انت. طيب انا بقى مش عايز اتفعى ولا عايز اعمل اي حاجة انا عايز بقى حاجة مجاني خلص. مش عايز اعمل انا الفيديو بنفسي مش عايز اتفعى فلوس. انا مش عايز اتفعى فلوس. تنزل تعمل تفعل الجرس وتشغل وتعمل سبسكرايب للقناة. يعني اشتراك. تعمل لايك. ولو في كومنت وحاجة تسألني عشان انا الفترة جاي هبدأ نازل الحقيقة المجانية. اللي ما تحتاجش تتفعى فلوس. بقدر يمكن ان تحقق منها اربعة. طيب. تيجي هنا اقول حاجة. اي اه لو عايزين نضيف بقى فيديو وانحرق شوية حركات. طيب هنا نقطة امهيم. هنا بعد ما خلصنا الفيديو والكلام ده كلها هي حاجة اسمها الصميل هي الصورة مصغر. اول صورة بتظهر اللي اعمل في الفيديو. انها قبل ما يفتح الفيديو كيف حاجة بتظهر. لو ما شدتهش من الاول. بقى نسبة جيرة جدا الناس مش هتخش اصلا ولا هتشوف الفيديو ولا هتروح للمنتج بداية. ازاي نعملها برضو بشكل مجاني برضو على كنفا. موقع اللي هتلاقوا الرابط بتاعه تحت موقع كنفا هتلاقوا الرابط تحت. وانت نازل تعمل تروح للموقع اعمل فعل الجارس. خلينا اريكم ازاي تصمم بشكل سريع لو جدنا طلعنا بس اللاصفة ده شوية. هنطلقوا فوق شوية كده عشان نفس اللون. عايزين نحط الكوتش كمان نحط الكلام بتاعه وخلينا نضبطه كده. مم طمام كده. طلقوا شوية قدام. عايزين نصير نظهر ايوه. ده على قليل يرجع يرجع يرجع. ماشي. بس كده زبط كده شايفين الناحيتين بقى عندنا الاصفر بتاعنا. عشان يزهر شوية بس هنا لأ هنا اطلع خورة شوية زينا رجعه شوية. ايوه كده نفس الاتنين مقاس. تمام. ملف دي كده. نفس الكلام نزلها تحت. يبقى احنا كده عملنا بتاعنا وفوق اللابة وحطينا الصورة بتاعتنا. اه دي مم ممكن نغيرها ممكن نحط صورة تانية. خلينا نشوف كده لو بديت حطت بشكلها هلشكلها حلوة لا? ولا نحط الصورة التانية. خلينا نجرب كده. اه. هلو غيرنا الصورة ممكن تكون احسن. خلينا نجرب كده. ممكن تعمل حاجتين يعني انا سيفت اللي فاتت. وسيفت دي اوكيك انا بعمل تيست على اكتر من واحدة. واشتغل على الاتنين. وليت الشغل معي اكمل عليها. طيب نيجي بعد كده يعني عارفين لما يكون الاعلان بيكون مكتوب فيه كده. النص كده تحت كده عند الزرار. فانت ممكن تستخدم هدلاين زي لنا كتبت زي سنيكر او الفين واحد وعشرين او تريند. يعني ممكن تستخدم عندنا بعدها الاد كوب. الاد كوب عندنا في اكتر من حاجة. في عندنا اد كوب بحب اننا دايما في كل حاجة حتى شايفين في فيديو بعمل تيست على اكتر من حاجة. يعني بحبش اجرب حاجة واحدة. في كل حاجة. يعني هدلاين عملت تلاتة. الصميل عملت اتنين. الفيديو هعمل منه عملت منه اتنين او تلاتة. كل حاجة بعمل منها اكتر من حاجة ليه? لان انت ما بتكنش يعني ما بتقدرش تعرف ازا كان الفيديو ده هو اللي يشتغل ولا ده. وانت بتعمل اكتر من واحد. وغالبا واحد هو اللي بيشتغل من كله فبتسيب الباقي وبتركز على واحد. بس وبرده وانت ماشي مع الوقت بتبدأ تعمل حاجة جديدة وتجرى فيها. حتى هتلاقوا هنا شايفين الاقلات كوبية هتلاقوا معمولة انا عمل صغيات وميديا كل واحدة بكلام مختلف والواحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة في ناس موجود تحب تحب تكرق في ناس. طيب جينا هنا بقى عند بداية البتاعة. طيب ايه هم افضل يعني طريقة للتسويق المنتجات دي عن طريق المواقع. اول حاجة عندك الفيسبوك از ممكن يعني يعني او الرقم بتاعك عندك كان من الف تلات تلاف دولار روال يعني بتاعتك. اليوتيوب من مية الالف. الانفلوانسة بتكلم مع ناس وتقولهم يسأول لك المنتج بتاعك. في عندك الانستجرام من ميتين وكمسين لسبعمية او الف. عندك تويتر نفس كلام من مية وخمسين لخمسمائة بالسنة ما بحبش تويتر. بس في ناس شغال عاية بتعمل منه ارقام كويسة. اه طبعا دلوقتي تيك توك كمان. اه بس مشكلة في الاعلانات ما بتعرفش اه شوية بتاعها. فانا بحب دايما فيسبوك ويوتيوب هم ابتر اتنين انا باستخدمهم شوية. في دلوقتي بسبب المشاكل اللي عامها تحصل مع الفيسبوك كتير ففي شوية او في شوية قواعد معينة حاول ان انت يعني تتجنبها وتكون محافظة عليها. عشان الفيسبوك ما يعملش معك المشاكل بتاعت اه. اه بتاعت الفيسبوك. نعم مسلا الويب سايت عندك لازم يعني الافضل ان دايما ان يكون بتاعك دوت كوم. اه ان يكون بتاعك انت شخصية. تمام? يعني ما تكونش وغير عاملت تاخد كوبي وبس. لا تكون ايه? بتكتبه انت بايدك. حتى لو هتشوف مواقع بس تتكتبه انت بايدك. تمام? اه يكون عندك صفحة اسمها تتكلم فيها عن نفسك وتكتب فيها عنوان الشركة والكلام ده كله. يكون عندك الرقم بتاعك موجود. يكون فيك كل بياناتك موجودة. والحاجات بتاعتك كلها موجودة. يكون عندك يعني يكون عندك اه ما يعني يكون عندك واحد لتلاتة مثلا المقالات على البتاع على على الموقع عندك بتتكلم عن المنتجة او النيش او الحاجة اللي انت بتسوألها. تمام? فدي فدي حاجة كويسة جدا بتساعد الفيسبوك ان هو يغسك فيك بشكل اكبر. تمام? اه طيب هنا بقى عندك النقطة اللي بعد كده. طيب النقطة اللي بعد كده الفيسبوك صفحة الصفحة بتاعتك بتاعت البزنس الفيسبوك اللي انت تشتغل عليها بقى. ايه الحاجات اللي انت تعملها في الاول عشان تتجنب ان الصفحة بتاعتك تقفلوا الكلام ده كله. في عندك صفحة صورة اللي هو الصورة للفوق. ان انت تحط الشبنة واللي هو الزرار ده شبنة والكونتنت انت ترفع من تلاتة لخمس بوستات. لازم كلش كل اسبعين او شهر ترفع بوست واحد. اه على الاقل يكون بتاعتك انها تعمل تتأكد. هيكون عندك اتليست عشرة مسلا عاملين لايك. اه ان انت تكون حاطة كل يعني المعلومات بتاعتك على صفحة عندك تمام تكون كاملة. لو ان الايميل والراكة ومن الحاجات دي كلها. تمام? واهم حاجة زي ما قلتلكم تاني موضوع ان هيكون اللي صفحة عندك في الفايل. تمام? الفيسبوك اد مانيجر اللي هو بقى ايه مكان الاعيانات. لازم تحط يعني الافضل اول ما تبدأ. اه ان انت تستخدم اه البيانات بتاعت الشركة بتاعتك تحطها فورا عشان الفيسبوك ما يقفلش. كتيرة جدا طبعا في الفيسبوك في الاكاونت بتاعتك ممكن تسبب ان الاكاونت بتاعتك يتقفل. ان ان انت مسلا ما تحطش البيانات بتاعتك ششكة بتاعتك. اه شوية موضوع الكريدت كانت توقف فيها مشكلة. بس مش كدير ان انت تستخدم الفيديو بتاعتك تكون او الصورة تكون عالية. اه حاول تجنب في وانت بتكتب الاعلان للاسئلة ان انت تسى حد انت او تتكلم احد بشكل مباشر انت مسلا كزا. او تقول له انت عايز تخس الحاجات دي اي حاجة فيها علاقة بالجسد او في حاجة على علاقة ان هي ممكن تأثر بسلب على العميل الفيسبوك ممكن يعمل لك باني. يعني ممكن يقفل لك الصفحة ويعمل لك الاكاونت ودلوقت اصلا بيعمل كده بشكل كبير جدا جدا. خد بالك من نوع دي مهمة جدا. ده حاجة اسمها يعني دي كلها والحاجة والشروط والقواعد بتاعت الفيسبوك. ممكن مش ممكن انا بشوفها هي الشرط سرقم واحد قبل ما تبدأ اعلانات. اقرأ عشان وانت بتكتب الكونتن تبقى اعرف ايه اللي مرفوض وايه اللي مش مرفوض. لان بجد والله العظيم هتندم لو اه ما كرأتش الكلام ده كله لان بجد هتتعب 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 كتير. فجأة هتلاقي الفيسبوك قفل لك كل حاجة. مهم مش هرجع لك تاني الاكاونتات. الفيسبوك الفترة دي بيقفل ما بيرجعش. فانا بشوف الافضل معيش هتتعب نفسك حتى لو نص يوم يعني. هتقعد تقرأ كل شوية ولحد ما تتأكد ان انت كل حاجة بتحط معك. يا مش تقعد منك اكتر من ساعة يعني. طيب ازاي بقى اضيف الفيسبوك بيكسل اللي هو ازاي عشان ابدأ اعمل علانات بقى للموقع بتاع الشوبي فايفا. دلوقتي الابديت الجديد بتعرفين واحد وعشرين. الاول بتحط الكود بس. دلوقتي بقى لازم تخش. opoly. سيتب плюс على اكاونت وكتب. تعمل سيتب بنانا. تمام. بتعمل اد سيلز. تمام تعمل اول حاجة هنا اكونت البتع. تمام ضفنا الاكاونت الفيسبوك بتاعنا. بعد كده هنا بيقول لك البيزنس منجر بقى. اللي هو المدير الاعنيات وانت عايز بقى اي واحد من المدير الاعنيات اللي عندك بدول اختار واحد منهم عشان يضيفهم. فما حسنا انتها المدير الانت بتاعنا. خلينا نشوف البيج بتاعتنا. ده البيبل. تمام? لو عايز اضيف ناس من هنا بتضغط هنا بس تعمل اد من فوق بيبل وتضيف اي حد انت عايز اضيفه. تمام? فانا ما عنديش غير بس كل بتعمله من هنا اد. تاني حاجة البيج. لو انت عندك اكتر من صفحة تقدر من هنا بتعمل اد بيج. اد بيج. وتكتب اسم الصفحة بتاعتك. اللي هي الجديدة اللي احنا عملناها. تعمل اد بيج. اد اكاونت. نفس الكلام برده. هيا اصدف اد اكاونت بتعمل اد اكاونت. طعم بالفئر عندك لامت. بتعمل تكتب اسم ال اكاونت بتاعك. تمام? نتعمل نفس اسم البراند بتاعنا. وتعمل اد بيزنس انه للشركة بتاعت تعمل تختار الاشخاص اللي انت عايز تضيفهم على البتاع وتختار كل الخيارات اللي عجم بدي فتحها كلها. تمام? تعمل اسست. تمام? تعمل اد تاني وعايز تكاريت واحد تاني او لو عندك حد عنده اد اكاونت وعايز تضيفه عندك تعرف تعمل نفس الكلام. ازاي نضيف اد اكاونت ازاي نعمل اكاونت اش نعمل اعلانات وازاي نضيف ناس وازاي نضيف الصفحة. الوقت ازاي نضيف الانستجرام بتاعنا. الانستجرام بتيه من هنا اد. الفيزا بتاعتك مهمة جدا. ممكن ان انت تستخدم فيزا كاملة للاجهات يعني خلاص ضيفها للبزنس مانجر واي اكاونت هتعمل على خلاص هيسحب هو تلقي اي من الفيزا عندك اي او ممكن لكل حساب تعمل له فيزا خاصة بيه. بس الافضل ان انت تخلي الفيزا عامة. دي بيدي سقة اكتر ده بيدي سقة اكتر ليه? ليه الفيسبوك. فيسبوك معقد شوية الفترة دي. تمام? الاخر حاجة بتيجي هنا عند البزنس انفو. تمام? تدخل هنا عشان تضيف. لازم تضيف كل بياناتك. بالشكل كامل. طبعا بتفضل معضلة البزنس اللي انت تعمل يعني تعمل تأكيد. شايفين دي? اللي بتادي دي هتلاقي ايه. فدي غالبا اللي تيجي بعد مدة تعمل المشكلة كلها ويقفل لك الاكاونت لحد ما يتأكد منك. تمام? نرجع تاني للشو بي فاي عندنا. تمام? وتختار بقى مزلا ده 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 البيزنس مانجر اللي احنا عمليه رابطنا عليه. نيجي من هنا نختار الصفحة بتاعتنا اول واحدة هي طلعت. اختار الاكاونت اللي احنا عملناه ونختار الجديد اللي احنا عملناه. اختار نعمل آآ نعمل يعني بس تفتح العاجات دي وتقول له تمام. تقول له اكسبت. ماشي. تقفلها وترجع تاني للشو بي فاي. عندنا مشكلة في لان احنا مش مش زبطنا. آآ طيب لان احنا مش ضيفين يعني مش ضيفين الوسائل الدفع. فهو اضطرنا ان نرجع تاني بتاعنا. تمام? نيجي هنا عند نيجي هنا عند نيجي هنا عند النقطة العجنب دي وتروح حقا اسميها البيلنج. حاجة تروح على البيمنت سيتنج. بعد كده تجي هنا عند كلمة عشان نضيف الكريدت بتاعنا. تمام? نيجي هنا عند احنا عايزينه بقى يستخدم الكريدت اللي احنا عطينا في البزنس. بس تضغط هنا خلاص هو اضاف الكريدت شايفين نفس الكريدت بتاعنا اللي احنا المستخدم او الفيزا بتاعي. تمام? اه دي ممكن اما تعملها الليمت عشان برضو ما يسحبش. عشان ما ما يجيش فجأة يتلاقي عما ليه يسحب فممكن تحط الليمت. يعني بس بتقول الليمت ان انا اقصى حاجة مثلا خمس تلاف مسلا او الف دولار مسلا ما يعدهمش. ما يعدهمش غير لما يرجع لك. يعني لما الاكونتين عندك تسحب تيجي عند الرقم ده هتليه وقف. لازم انت اقول لي شوية تخش ايه تغيره. بعد كده هنا بتختار او بتختار بتاعك دي احنا بس انا او انجلترا. نستعد في خلينا فين? تمام? امريكا. بس اخر حاجة بقى تعمل تعمل اخر حاجة خلاص كده اتتغل معاك والبيكسل بتاعك بقى شغال. كل امورك بقيت تمام. تمام? ايجي عند هتلاقي كل الحاجات اللي احنا ضفناها موجودة اهي. شايفين? اكاونت. اكاونت لجيت عنده كده. لازم يكون ظاهر معك انا فمام مش ظاهر. انا نعملها بماكسيموم. تمام? نعمل سيف. البيكسل بتاعنا بقى موجود. اهو شغال احمد لله. كل حاجة كده. كده بدأنا كده انا بردت كل حاجة. كده كل حاجة عاملنا اسسة صح او مش ينصح. شان نبدأ تيجي عند الموارة حلقة جاية بقى ازاي نعمل اعلانات. عشان لما يجي نعمل اعلانات ما يكونش في اي حاجة مشكلة او اي مشكلة معنا. تمام? انت عندك هنا يسايا بيقول لك اللي هو بتاعك على الفيسبوك وعلى الانستجرام. تمام? انت ما عندكش قصة بتعمل هنا كريت. خلاص كده بقى عندك الفيسبوك يعني اي حاجة انت بتنزلها على الموقع عندك بتنزل عندك على الفيسبوك عندك على تمام? انت عندك شغل منتج واحد. شايف هو دول الوقت يبقى موجودة على الفيسبوك كمان. يعني المنتج نفسك موجود. يعني ممكن حد يروح اشتري من الفيسبوك. تمام? ده ده بيسموه اللي هو المدير اللي اعلانات. ده بقى من هنا هنبدأ نعمل اعلانات بتاعتك. من هنا بيكون بقى فيه بتاعتك اللي هو تشوف بقى فيها بتاعتك. اللي هي آآ كم حد دفع كم مشاهدة كم حد دس كليك. فاحنا هنا بنختار حاجات معينة آآ عشان هنحتاجها من السي بي سي سي. اللي هو كم يعني كم سعر الضغطة كم سعر الضغطة لكل الف كل الامور دي هنتكلم فيها ان شاء الله. تمام? هنحتاجين الحاجة. هتجي الناس اللي شاهدت الفيديو خمسين في المية لحد مية في المية. عشان نقدر نعرف كم واحد يتفرج على الفيديو كله وتفرج على النصر. كم واحد دس على الفيديو نعمل بتاعتنا كمان. نعمل ونختار هكيدي كم واحد عمل اضافة للسلة. كم واحد عمل يعني كم واحد عمل آآ عايزيني كم واحد عمل مبيع كم مبيع عندنا يعني كامل رقم عندنا للمبيعات والبيرشز بتاعتنا. في حاجة تانية. اوه عندنا الاية دا. الديتا امتا عملناها? وامتا اخر مرة غيرنا عليها. دول هنطلعون اول حاجة فوق عشان نبقى شايفين. نعمل ونسميها مسلا. نسميها عشان كلها مرة نخش ونقش نبدأ من الاول. خلاص شايفين كل اللي فوق العواميدي اللي فوق دي تغيرت بالشكل اللي احنا عايزين عشان نعرف نقرأ الداتا بتاعتنا بشكل صحي. طيب رقم واحد. نيجي نعمل بقى الحملة بتاعتنا. نيجي من هنا عند كلمة نضغط عليها. طبعا بيبعناها دي كلها او خيارات ان انت عشان تعمل بيها. طيب ايه هي بقى الاستراتيجي او الحاجة اللي هنبقى في اول حاجة عندك زي مرة لكل ناس اللي معاها بودجت من الف تلات تلاف دولار. يعني هتصرف في اليوم من خمسين لالف. نرجع تاني هنا. تماما احنا اول حاجة اللي بنحتاجها طبعا في بتاعنا. اللي هو التحويل. هذه الناس تعمل المبيعات. نعمل نسمي الحملة بتاعتك تسميها باسم المنتج او تسميها باسم اي حاجة المهم عشان تعرف ان الحملة دي خاصة بالمنتج او خاصة بالحاجة دي. تماما فتاكي تبقى برضو نفس الكلام. بسميها يعني بشوف انا يعني حتى الاستهداف انا بستهدف مسلا من واحد عشرين لخمسة وستين او لحد خمسة واردين بحب اكتب عشان ابقى عارف انا مستهدف مين بالزبط. في الاخر دي يعني تمام? اللي هي انا بستهدف فيها الدول كتيرة جدا لها اي دولة اي باكت تمام? انت كتبت اي باكت كونتري فبيطلع لك الدول معينة بس اللي مش هنا ههدت على عارف سيبرس. مش اي الدول يعني مش كل الدول وخلاص. تمام? دي هستهدف بها فيسبوك فيد وانستجرام فيد نفس الكلام. بس يعني مش هستهدف. دي اه الفكرة اه الشايفين الميزة لتحت دي ان انت لما بتعمل اكتر من حاملة يعني تجي اكتر من الاستهداف جوه فانت بتقول الفيسبوك انا هدفعلك فلوس وانت ايه? ادفع على اللي هتجيب اكتر. بس انا بفضلهاش في الاول. في الاول سيبها مفتوحة. بسبب انت لحد دي الرقم لحد ما تشتغل شوية بقى تعمل. تمام? تيجي مسلا هنا عند النيو ادسيت. تمام? تكتب الادسيت بتاعتك. هنا نختار اختار احنا عايزينا يعني مبيعات. نستعمل مبيعة. تمام دي عادي يفكك منها لان هو عشان انت لسه ما عملتش اي حاجة خلص ولسه البتاع الجديد عندك. فهتلاقيه مش بتطلع لك اي حاجة. انت في الاول تسيبها عادي مفيش مشكلة. بعد كده دي الخيار زي ما قلت لكم ممكن تعملها عشرة خمسة عشرين. سيفك اننا نعمل اكتر من اكتر من السداف هنعمل كل السداف عشرة دولار او خمسة دولار لو انت حاجة. اه دي هتسيبها كده تمام? هتيجي هنا عند بتاعتك. بقى تختار من هنا مثلا احنا عايزين نستهدف اي الدول اللي احنا سيف. احنا عندنا اي باكت تمام? ازاي بقى اجيب دول اي باكت شايفين دي كلها دول اي باكت. انا كلها عملت وكتبت اي باكت كونتري. خلاص طلع علي كل الدفاع باكت دول كلهم كوبي. وباجي انا باجي افتح من هنا شايفين دي اد لوكيشن اختار من هنا كونتري. احط باست شايف حاطيت كل المرة واحدة. مجرد ما اضيفت شايف هيوضيفهم كلهم مرة واحدة. هل في حاجة تسعب بيوضيفوا حاجات زيادة ملهاش لازمة فخلينا نشيل مسلا دي ايسلند دي. كل الحاجات الفرنش الزيادة اللي هم حطوها دي احنا مش محتاجينها في حاجة. عايزين اتتول نفسها. اه خلينا نشيل دي مكسيكو كمان لانه ملاش لازمة. خلينا نشيل دي كمان. خلينا نشيل دي كمان. نشيل دي كمان وبتناموا اخر واحدة. تمام. كده تقريبا امورنا تمام. بنيجي اه برازيل اه برازيل كبيرة وعدد عالفوا دي ممكن يعملونها مشكلة بس. نعمل سيف شايفين كلمة سيف من هنا. بتعمل ات. هنسميها اي باكت. عشان بكل مرة نيجي نعمل خلاص احنا عارفين ان احنا بنختار اي باكت مرة مش كل مرة نقضي في كده. لان احنا قلنا قليلين واحدة وعشرين فنختار من اول واحدة وعشرين. باية خمسة وستين. كده خلاص عملنا كمان اللي عمر بتاعنا. الجندر اللي هو الصن. فقال انت بستهدف بقى حريم او رجالي بس فانت بتختار بقى. لو تستهدف الاتنين سيبهم الاتنين. فانا بقى سيبها. تمام? هنا بتيجي تكتب بقى الاستهداف. هنا بقى ايه? الشغل كل. الاستهداف. دي طبعا افلا ما تخليش الفيسبوك هو اللي يعمل. تمام? احنا مستهدف. احنا مسلا عندنا الفاشن. نحاول نجيب اما كلمة فاشن او نحاول نقرب في حاجات لها علاقة بالمجال بتاعنا او الاستهداف او التخصص اللي احنا بنعمله فمنحاول ندور حاجة قريبة منه عشان ان احنا نسوألها. آآ سوري عشان نستهدف الناس الصحة. عشان نروح لمنتج لناس الصحة. فاحنا هروح لبرندات. يعني الناس عندها حاجات بتسوأ لحاجات قريبة من اللي احنا بنعملها. مسلا عندك نايك. شايفين نايك? احنا طبعا مش دي. احنا بندور على كلمة حاجات. شايفين في الاخر بيمكتوب كلمة مش مش انبلو Scient ولي يلا ان اللي فوق دول موظفين هو مش عارف ايه? احنا بنختار الانترست. شايفين كلمة interested يلاقي ان حتى بتلاقي فرق وتلاقي فوق خمسين. نايك بتلاقي خمسين. لا تحت شاف كام? تمانية مليون 184 مليون? احنا عايزين دي. بس احنا عايزين الناس مية تمانية وربعين مليون. شايف الرقم فوق بقى كام? مم تمانية وسبعين مليون. تمانية وسبعين مليون الناس المهتمة بدا. احنا طبعا بتاعنا بيبقى اه يعني الافضل من خمسة لخمسين. تمام? احنا هنشيل منهم يعني هنعمل يعني عايزين الناس اي حد مهتم باركس بريس. بنشيله. اي حد مهتم بامازون بنشيله. دي اللي كنتب كان معرفة الاول. احنا بنشيل الناس اللي المهتمة بالحاجات دي بنشيلهم عشان خلاص. احنا نساء في الناس اللي ما تعرفش قصلا الحاجات دي. تمام? آآ علي بابا هنشيله. الناس مهتمة بوش. هنشيلها. كده احنا شلنا الناس اللي هم مهتمين بالحاجات دي. فمنقول لي الفيسبوك اي حد مهتم بالحاجات دي ما تستهدفوش اصلا. استهدف للناس اللي مش مهتمة بالحاجات دي. ما تعرفش اصلا الحاجات دي. فبالتالي بتقلل وبتكتر من عدد المبيعات. ليه? لان الناس اصلا المهتمة او عارف فعارف ان اصلا السعر اللي انت بتدوله ده غالي جدي. انا بنقطع طبعا دايما استهدفك انجلش اول طبعا بتصليف اروبا. او حسب تخصصك يعني تمام? نعمل طبعا نسيبهاش كده. نقفل دي نعمل نقفل دي كمان نفتح نقفل المسنجر. زي ما توقع احنا قولنا فيد يعني هنقفل كل ده. ولي هنسيبه الفيدي الكلمة الفيدي الفيدي الفوق اللي ايه اول واحدة بس. تمام? اللي هو انسجرام والفيزيوب. ده اللي هنقولتوك انا هستهدف الفيدي بس. تمام? في نوع تمام احنا هنطلع فوق خالص عند المكان هنسمي بقى احنا الاول السداف معنا هو نايك. او البراند بتاعنا نايك اول حاجة احنا مستهدفين لان احنا هنستهدف حاجات كتيرة جدا دولاتي في كل واحدة لازم نسميها باسمها عشان نعرف ايه اكتر واحدة او ايه اكتر براندة او اكتر حاجة احنا مستهدفينها جابت مبيعات عشان ما انتهش بعد جدا. تمام? بنكتب اول حاجة نايك مسلا. بعد كده نروح على ال اد نيو اد شايفين نيو اد الكلمة دي. دلو عشان نبدأ نحط بقى الصورة او الفيديو او الحاجة اللي احنا عملناها جهزناها. تمام? فهنا نسميها مسلا اد واحد او نسميها برضو اسم. اه لو هنحمل صورة او فيديو برضو نسميها بشكل عشان نبقى عارفين الصورة هي اللي جابت ولا الفيديو والكلام ده كل. ده كل حاجة كل حاجة يكون واضحة عشان تبقى الامور ماشية. تمام? ايه هو الواحدة اضاف الاتنين فاحنا بس هنضيفهم. كريت اد. تمام? احنا عايزين كريت اد. هنا هنبدأ نضيف الفيديو بتاعنا. نعمله ابلود. ضيفنا الفيديو بتاعنا. تمام. عطينا بتاعتنا كمان. فاكرين اقول لكم الات كوبي اللي هو الكلام اللي هو مكتوب فوق ده. هنا بس نسينا نحط الام نحطه. الهيد لاين نرجع تاني للملف بتاعنا فين الهيد لاين. ايوه اي دي ناخد مسلا اول اول هيد لاين كوبي. نرجع تاني هنا نحط الهيد لاين شوفوا شوفوا هتغير ايه اللي بتغير في العليمين. بصوا عليمين شوفوا ايه اللي بتغير. انكتبه تحت. طبعا الهيد لاي مش هطلع اضوات غير لما نحط الرابط للموقع. اول ما حطي الرابط للموقع هيطلع كلمة دي. ناخد الرابط للموقع اللي هنحطنا فوق ده كوبي. حطوا هنا شايفين ايه اللي يحصل. شفتوا ازاي ازاي طلعت بقى شكل المنزر عامل ازاي? هنا بقى عايزين نحط الصلة المصغرة اللي احنا قلنا عليها احنا عملناها. نعمل ابلود تاني. وضيف الصورة اللي احنا عملناها. الاتنين. طبعا. نعمل كونتينيو. شايفين الصورة تغيرة دي اللي احنا عملناها فاكرنا. شايفين كده كده اضيفنا الصورة المصغرة حتى تكون صورة جزابة. خلينا مسلا ننزل نشوف ايه داني او هنا نعملها شوب ناو. انا عايزين الكلمة شايفين الكلمة تغير شابعة شوب ناو. كدر بيشوف الفيديو وبيخش يختار. خلينا نشوف شكل الفيديو يبقى عامل ازاي? شايف ده الفيديو اللي هيظهر للناس عامل ازاي? ده كده شكل الاعلام بتاعك هيبقى عامل كده للناس. بشكل ده. نعمل للفيديو ده عشان نغير بقى نعمل فيديو جديد او صورة جديدة تمام? عايزين هنا مرتين لان هنا عندنا الصورة وعندنا فيديو تاني. نيجي هنا عند اول واحدة. نصع فوق. هنسميها دي ونسميها نمسح ده. نرفع الصورة بتاعتنا نعمل نفس الكلام. اد ايميج. نعمل ابلود. نرفع الصورة بتاعتنا الثانية اللي احنا كنا عاملينها. اي صورة للمنتج نفسه. اه ممكن دي. ماشي. احنا ممكن انت هتعمل او ممكن تعملها صورة عادية تمام? ممكن دي. صورة حلوة لزيزة. هنغير الاد كوبي. نيجي هنا تاني عند الاد كوبي. فين الطويل? هناخد الاد كوبي الميديوم اللي هي دي. ايوة. اضطناها. نزلنا تحت نغير الهيدلاين. فاكرين نرجع نجيب. ايه دي فكرة ان انت تكون دايما محضر حقك برة. عشان لما تخش تنجز. تمام كده كل اموري تمام. نيجي عند اللي بعديها. تمام نعملها يعني عشان نحط الصور جنب بعض. دي اللي عارف الاعلان اللي بيطلع عكزة صورة جنب بعض. احنا عندنا اكتر من عندنا ادي صورة. هنحط لها مختلف. ندايما بنغير في خياراتنا في الاعنات عشان نشوف ايه لا يشتغل. تمام محتاجين نحط كورسل تاني واحدة الصورة اللي بعديها. اه تحت سيفين. اه هنا نغير الاد كوبي دي نحط الاد كوبي التانية. تلتة بقى رقم تلاتة. اللي هي كانت طويلة شوية حطيناها. اه نطلع تاني هنا عند الكارس اللي ايو نضيف واحدة تانية. نفس الكلام برضا هنراجعين نجي ضغطين عليها ونعمل سليكت ايميج ونضيف على هيدلاين جديد. ناخد اول واحدة اللي احنا كنا نستخدمها في اول مرة ونحط فيه برضو اه شابينج او ممكن تغيرها براحتك. تمام? نختار فيديو او صورة جديدة. عايزين صورة كل نفس المعيس ماشي دي كويسة. تمام نختار صورة تانية. تمام كده ضيفنا الصورة التانية شايفين بقى المنظر عام ازاي هنا برضو نختار صورة تاني حطي ريدلاين التالت. شايفين بقى اللي هي موضوع اللي بيطلع على الفيس بوك والتالت صور جامعة ببعض كده. اللي هنشوفها ازاي طبعا عام ازاي. شايفين المنظر عام ازاي. الناس بقى تقلب كده فتشوف المنتج بتاعك بره وشايفين كل واحدة بباعد بهيدلاين. مختلف والآد كوبي اللي فوق. طبعا نسانا نشيل كلمة لونج آآ كوبي فوق دي. بس ده الشكل المنظر بيعامل ازاي. تمام? نيجي احنا بقى هنا بقى خلاص كده خلصنا التلاتة في واحد اللي هي واحد اهتمام. الوقتي لما نيجي نعمل يعني ميجي نتكرار للآد سيت هو هيضف معاه تلات فيديوهات دول تلقائية. عشان ما توقعش كل مرة تعمله من قوله جديد. تمام يا اول حاجة تعمل واحد اهتمام. وتضيف فيه التلاتة او الفيديو والصورة اللي انت عايزه وبعد كده تعمل او تكرار لاهتمام نفسه. تمام? مش آآ تروح تعمل كل واحد لوحده. طيب بعد ما اخلص كل ده هنعمل تمام? تعمل من هنا تمام يا عام. آآ عشان نفتحها من جوة. هم تجي عند شايفين دي كلمة الاد سيت. نعمل هنا دوبليكيت تشوف لنا الاهتمام تمام? وتقول له ان نعمله تسع مرات مسلا وعشو مرات حسب اللي انت عايزه. فاحنا هنعمل ست مرات ونعمل دوبليكيت. شايف كرر البتاع كم مرة زي? شايفين نفس الاسم بكرره ست مرات. احنا كل مرة بقى هي هنغير زي ما بتقولكو الاهتمام. فهنيجي هنا نضغط على الاول وحدة. وننزل تحت. عند الاهتمامات. هنا. يعمل. ازاي بقى اجيب اهتمامات قريبة منها. شايفين كلمة شايف? بيطلق لك. بطلق لك. بطلق لك دي دا سروب كيشف دي كلها برندات تانية. نختار مثلا نيو بالانس. بعدين نشيل نايك. يبقى كده اختارنا. عميان بقى تسعتاشر مليون دا رقم كويس جدا. في الرنج اللي احنا عايزينه. نطلع اول واحدة فوق. مغيرين دي ونكتبها نيو بالانس. نيجي عند اللي بعديها. شايف كله تغير بس طبعا احنا عايزينها عشان واحدة بس ما نختارش كله. طر مسلا نشوف كم مليون? خمسة وعشرين مليون ده هاشي كويس. طيب انا اعمل ايه? بقى ابدأ اعملش ازاي او اشتغل ازاي? اقول انا اول حاجة. عندنا واحد الحاجة اسمها يعني الرقم واحد طريقة اللي هنعمل بها. اول الحاجة بتبقى المهمة فيها ان انت تستهدف تمامات اكتر. زي ما تقول له اوديينس بتستهدف جمهور اكتر في ناس مهتمائية زي ما تبقى قضيسة الناس المهتمائية بنايك. الاختلافات دي كلها. فتبدأ تختار اكتر من الحاجة لحد ما تشوف ايه اللي تشارع معك اكتر نفس الكلام. الفيديو للصورة دي كلها زي ما تقول دايما التست هو اللي بيقول لنا ازا كان ده ناجح ولا لا. فهنتكلم دلوقتي بشكل البسيط ايه بالزبط اللي احنا هتجير له اول يعني اول ما نعمل اول كامبين اول حملة عندنا نستنى كم ساعة لمدة كلها. فاول حاجة用 بتستنى اتنين وسبعين ساعة اول ما تشغل اول حملة. تمام؟ آآ او القواعد اللي انا اللي انا زي ما شافينا في الشاشة دي هي دي اللي هاتشم مش عليها. تمام? امتى تقفل وامتى تعمل وامتى تسيب وتقوم ده trabajando. بعد اتناشر ساعة يعني ما عندنا مسلا اول حاجة بعد اتنشر ساعة. اه يعني. هندنا اول حاجة بعد اتنشر ساعة لو لقيت بس واحد واحد اه لينك كليك. اه اه اяетمام ده. تمام? لو بعد اربعة ومعشرين ساعة والكوز در كليك. تمام? لقتهم. سي بي سي هتلاقي كان دائما مسي بي سي. لقتها فوق يعني عديها واحد خمسة سبعين اقفل الاهتمام ده. دايما بتاعنا هو واحد واقل من واحد. واحد واقل من واحد. تمام? في السي بي سي. بعد تمانية واربعين ساعة لو ما لقيتش اي حد عامل يعني اضافة للكارت. ولا حتى انشتشكوتر للراحل اللي اعدل الاسمية دي. صفحة الدفع على طول يعني اقفل الاهتمام دي. مش بقول لك اقفل الحملة. اقفل بس. تمام? ويفتح حملاج افتح استهدافات جديدة افتح اهتمامات جديدة. تمام? بعد اتنين وسبعين ساعة. لو لو الاهتمام ده جاب لك بس مبيعة واحدة. اه وجاب من خمسة من تلاتة لخمسة يعني اللي هو الناس بتروح للدفع. برضو اقفلها على طول. تمام? اخر حاجة معنا هو ان انت يكون في يعني في الحملة بتاعتك نفسها. ان يكون عندك من واحد الاتنين مبيعة. وما فيش اي حاجة غيره. ما فيش اي انجلش. ممكن تقفل الحملة نفسها. تعمل حملة جديدة. طيب خليني اغريكوا شوية ارقام ازاي اللي انا بتكلم فيها دي. تمام? يعني مسا خليني نيجي شوية هنا جده شوية. انا روح عن دوري من السي بي سي. شايفين لينك كليك مسلا. مسلا عندي الاهتمامات دي اللي انا ستة فعندي شايف كم? واحد تلاتين كليك. اربعين تلاتة واربعين. دي خلاص انا قفلتها. تمام بس قفلتها ليه بقى عشان شوية حاجات. مسلا انا عندي السي بي سي هنا مسلا كويس. بس ما كانتش جايبة مبيعات مسلا. اه طبعا على اساس والحاجات اللي احنا اتكلمني فيها زي مولتلكم في الاول. اللي هو سعر الكليك يعني العميل اللي عندي بيدفع قديه او الفيسبوك قديه الفيديو او التسويق اللي انا بعمله كويس فقديه بيديني قوصة قديه. تفهمين? طيب هنا النقطة مهمة جدا. هنا بعد ما نعمل تس وخلص والاعلانات والكل الحاملات عندنا تشتغل. واحنا نقفل خلاص عارفنا امتى نقفل وامتى نفتح وتقعد تقفل وتتجرب في انترست جديدة. لحد ما تبدأ تكون ما يقارب الخمسة لست اهتمامات دول اللي شغالين معك نار. وعملين يجيبوا لك اردارات وهذه الامور. خلاص بدأت ان انت الامور دي ماشية معاك كويس فبنبدأ انتقل عند نقطة تانية. واللي احنا بنكون مركزين عليها اللي هي ان احنا نجمع داتا. زي ما قلت لكم عندنا الداتا لازي يكون عندنا داتا سواء فيسبوك او بيكسل. ان احنا يكون عندنا نسبة الناس اللي بتتفرج على الفيديو بتوصل لخمسين خمسة وسبوعين وخمسة وتسعين. عشان دول هنبدأ الحاجة اسمها اللي احنا نبدأ نقول الفيسبوك محتاجين تستعدفل لنا ناس زي الناس دي بالزبط. الناس دي قريضي مهتمية. ان هو حد يقعد يتفرج على فيديو خمسين يعني ان يتفرج على نص الفيديو او يتفرج على اخر الفيديو. فمعنى ان هو مهتم. فانا بقول الفيسبوك عنا عايزين نفس دي بالزبط. مسلا في دولة تانية في مكان تاني او في نفس المكان بس ايه? خلاص اقل للناس اللي مش مهتمة واستهتف الناس دي. دي من ضمن الحاجات اللي مسميها اللي هو ازاي تعلم بيعاتك ازاي تتطور من شغلك ليه? عشان تعلم من شغلك بشكل افضل. ده اللي برضو هنبدأ نشتغله بالفترة الجاي. طيب واحد تاني من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها سي مثلا انا عندي واحد جاب اتنين مبيعات او اتنين لتلاتة او من اتنين لاربعة تمام? على طول انا باق أول ما بجيب اتنين مبيعات انا براح جاي اواخد نفسها اللي هو الاهتمام ده اعمل له دوبليكات يعني بعمل له تكرار آآ من اتنين لتلات مرات بدون ما بغير اي حاجة انا بس بعمل يعني بعمل له تكرار واعمل له يعني بعمل له تفعيل واسيبهم. يعني وخمسة نفس الاهتمام نفس كل حاجة باسيبهم. ليه? ساعات بتلاقي واحد من الجديد ده طار والقديم وقف والجديد. المهم بتلاقي ساعات يعني اسواء ليه علاقة بك خارجة. اسمقت الفيسبوك. فالموضوع ده مهم جدا ان انت تعمل وتقفل وتفتح. المهم ايه? بشكل ان انت تقل خسرتك. نفس الوقت ايه? تفتح باب جديد. آآ دي هي دي الفكرة بتاع ان انت عشان تعمل دي من ضمن طرقة بس كل ده احنا لسه يعتبر في بداية. احنا حاليا دلوقتي بنحاول ندور على ايه اكتر انترست اللي ناخدها الحاجة اسمها ال سي بي او. حاليا دلوقتي في فترة اسمها اللي هي ان انت انت اللي بتحدد وانت بتحدد كل حاجة لها نبدأ خلاص. المرحلة اللي نوصلها بعد كده في حيط السي بي او كامبين لما دي وصل او اهتمام واحد اللي يوصل لعشر او خمسطاشر مبيع يبدأ ان اخدها بقى المرحلة تانية زي او حتى هو اللي اهتمام الواحد نعملو خمس مرات على سي بي او ده لا نتكلم عندي دلوقتي. تمام? او اضحب معاكم موضوع يعني اي اي تمام يجيب معاك من اتنين لاربع مبيعات في الرنج ده او تلاتة على الطول يعملو لتلات مرات او المرتين. ويتفرج. يتفرج وشوف يعمل ايه. ممكن زي ملترك ممكن تلاقي الاساس اللي انت اكتشغال عليه وكان واقف مسلا. بس تلاقي الجديد اشتغل بشكل كبير جدا. جابه اربعة ستة تمام مبيعات وهكزا. طيب ازاي مسلا باجي هنا مسلا نخش مسلا على الحمل بتاعتي. انا بديكم مسلا 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 او اي حاجة من دول مسلا اجابة مبيعات. فبعمل من هنا شايف? باجي من هنا كده اقول له مسلا انا عايز تلات مرات. بدون ما بغير اي حاجة ولا بعمل اي حاجة خلاص وبكرر نفس الانترست او الاتمام اللي انا طلبته منه. تلات مرات وبعمل له وخلاص. بقول له يالله اسحب انت. يعني انت تكمل لوحدك. تمام? بدون ما بغير اي حاجة. ومع الوقت بشوفه هيعمليه. طيب هنا بقى النقطة مهمة. هنا نقطة مهمة جدا للأفديت اللي احنا عملنا اشوف. فكلام بيتكم بعمل طيب عملنا طيب ايه الرولز بقى ايه? بقى القواعب بتاع الروق بتاع الدوبليكيت او الحاجة الجديدة اللي انا هعملها دي. عندك واحد ان انت السي بي سي زي ما قلتلكم اللي هو السي بي سي عندنا دايما بريكة اهم تقريبا حاجة او اهم حاجة لازم انت دايما تكون فوكس عليها لان هو ده اه مع بس ده اكتر هو ده اللي بتقدر تشوف منه الحملة بتاعك شغال كويس العناية دا كله. طيب. السي بي سي عندك اه وصلت الواحد دولار بعد اربعة عشرين ساعة لأي قد ساعة حتى من اللي انت كنت عمل لهم تكرار ده ودبليكيت ده. اقفل على طول. تمام? انا ليه بقى اقول لكم نقفل ونفتح على طول عشان بقدر الامكان نقلل من الخسار بتاعتنا ونقدر نحن 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 نبيعات بشكل الاسرع في وقت اقرف. تمام? بعد اربعة عشرين ساعة لو عندك اه اللي هو اضافة السلة والصفحة واللي هو الناس اللي وسط صفحة الدفع. ما يعدل صفر الاتنين اقفل على طول الاهتمام ده. تمام? بعد تمانية واربعين ساعة. اه لو اللي هو اللي هو الصرف الرقم اللي انت صرفته مسلا اكبر دي يعني اللي هو المتوسط بتاعك يعني مسلا لما يكون عندك منتج. انت بتقول ان انا اه باشتريه بكزا. والكوست بتاعه والي اعلانات بتاعي مسلا بتوصل لخمساشر دولار. فانا لازم حقق عشرين او خمسة عشرين عشان اعمل ايه? عشان حقق مبيعات. يعني بتاعك خمستاشر اللي هو بكل حاجة بالتسويق بكل حاجة. انت لو وصلت هنا يبقى معدل اللي انت بتصرفه هو اللي بتجيبه. يبقى انت كده مش خسرهم. او ما توصل بريك او بريك او بريك او بريك الخسرهم. فلو انت معدل الصرف بتاعك طلع فوق فعمل معنى كده ان انت عندك مشكلة كبيرة. تقفل على طول الايه? وبقى انت كده تبدأ تخسر يبقى ايه? تقفل دي. عندك اخر حاجة هي ان احنا عندنا ده وقتنا نخش حاجة اسمها الفيز فور. يعني بعد كده ايه بقى اللي انتلع عليه بقى الفترة اللي جاية. اه في لو انت الحاملة بتاعتك كلها جابت اربع مبيعات او فوق الاربع مبيعات ممكن تنتقل معنا اللي هيجي ده. لو انت مع نفسك كده تنتقل اللي جاي. لو انت اقل من ثلاثة يعني سفر التلاتة يبقى ترجع تاني للورا. تبدأ تحت بتاعت دي ده وتبقى تعمل جهة لحد ما تلاقي. حد ما حق مبيعات ما يقرب فوق الاربع الست مبيعات. تنتقل بعد كده تمام? ده موقع بيعرفك فيه يعني اماش واحد بيقول لي مسلا انت بانا مش عارف ايه اللي هو مش عارف ايه الرقم اللي انا مفروض قاف عليه او الرقم بتاعي. طيب بتعمله ازاي ده ان انت بتكتب مسلا الكوست اللي هو سعر المنتج بتاتك انت بتجيبه كام? اه او يعني بيكلفك كام كل حاجة الكوست بتاعي بيكلفك كام? تمام? انت بتقول له مسلا اه احنا بيكلفنا خمستاشر زي ما انا قولتلكم ومسلا بيبيعه مسلا بخمسة وخمسين. شايف هو ضلع لك بتاعك بيقول لك ان بتاعك واحد دوت تلاتة سبعة خمسة. انت لازم يكون هناك بتاعك اعلى. كل ما يكون اعلى اه كل ما يكون انت كسبايا. دلوقتي بقى نيجي عند نقطة مهمة جدا. نيجي اول حاجة نفتح من هنا نروح على كلمة عشان نبدأ نستهدف بقى الناس اللي شافت الفيديو ده او نعمل او كل ده نعمله من هنا تمام? اه فبتختار طبعا اول هنا تختار تتأكد ان انت فتح الاكاونت الصح هفتح الاكاونت بتاعك تمام? عشان يكون عليه الدياتة لانت بعد ده الكلام ده بتعرفش تعمله غير بعد فترة لازم يكون عندك هداية الناس اللي شافت الفيديو كتير والكلام ده اول حاجة هنا تختار مسلا عندك الفيديو بتيجي هنا تقول له ان انت عايز الناس اللي شافت الفيديو مسلا الخمسين في الفيديو بتقول له ان انت عايز الناس شافت خمسة وسبعين بتقول له ان انت عايز الناس اللي شافت خمسة وتسعين من الفيديو خمسة عين في المية الناس شافت في المية طيب ايه اي فيديوهات بقى لازم تختار بتقول له هنا اي فيديوهات اللي انت تقصو ده بيجي من هنا تختار الصفحة بتاعتك الصفحة بتاعتك اللي انت عايز باختارنا الصفحة بتاعتنا بس الصفحة مثلا عندنا. تقول لهم ثلاث فيديوهات تختار او الحاجات اللي انت عايز ترجع تستهدفهم تقول له نفس الكلام تقلي أنا برضو تختار التلاتة واحد اتنين ثلاثة تلك واحد اتنين ثلاثة طيب وهنا بتقول له المدة انت عايز partnerships اللي شافت الفيديو دي في موضة قدية يعني من قدية. فهنحبش نكون كبيرة لازم تكون قريبة من اربعة عشر لسبعة او تلاتين. وتسميها اينا مسلا تسميها فيو كونتنت. آآ خمسة سعين في المية خمسة سبعائر خمسين في المية. ممكن تحط اربعة عشر دي. تمام? اللي هو انت عشان طب انت عارف. الراكب ده اربعة عشر في المية. تمام? تمام. كده ضيفنا الحاجة بتاعتنا. دي جي هنا تاني. نقول له يعني تبدأ تعمل بقى السهدات. طيب. هنا اول حاجة بتيجي من هنا تكتب له ان انا عايز الناس اللي انا ضفتها دلوقتي. بطور بقى على مكان الاسم او الحاجة اللي انت لسه ضيفه من شوية. ترى. تمام. وبعد كده عايز كم واحدة فبتيجي من هنا تقول له. كيف انت ممكن تقول له واحدة. يعني من زفر الواحد في المية من واحد الاتين في المية. دي مساحات معينة. فاهم انت بتده? دي عامل زي الانترست الاهتمامات كده. دي حيز معين من الجمهور. فانت ممكن من صفر الواحد هو اللي يشتغل معاك. ومن واحد الاتنين ومن تلتة الاتنين ما يشتغلوش معاك. فانت بتده تستهدف كل ده. يعني بتعملهم زي عشرة انترست عشرة اهتمامات. اللي تشتغل معاك اللي يتركز عليها. بايمني? كل ما بتكبر الحيز ده كل ما بيكبر عدد او حيز الجمهور اللي تستهدفه. تمام. سوري. كده عملنا واحد. رجاء تاني من اتنين. برضو نختار نفس الاودينس بتاعتنا تاني. نقول له احنا عايزين من من واحد لاتنين. نقريت. لايك وهكذا. تبدأ تعمل نفس الكلام. نفس الكلام نفس اللي انا عملته بالزبط ده هتعملوه عشر مرات. من اللي هو زي ما تركوا واحد في المية اتنين في المية لغاية عشرة في المية. عشان نبدأ ان احنا نعمل لهم استهداف. خمسين خمسة سبعين خمسة وتسعين في المية كلهم في جروب واحد. تبدأ ان انت تستهدفهم. بعد قد ترجع تاني للحملة بكان الحملة بتاتك عشان نبدأ نعمل من هنا اي? كرييت. روح تاني عال كونفرجن. نعمل اه كونتينيو. نسمي الحملة بتاعتنا. ال اي? ال اي ده هو اختصار للوكاليك اوديانس. نرجع تاني نسميها خمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتسعين عشان نعرف. لان احنا قداما هنبدأ نغير ونستهدف حاجات تانية. نبقى عارفين ان ايه ده حملة استهداف او عادة استهداف تاني. لدول بالزبط. تمام? بعد كده هتروح على برضو هتسميهم عشان تعرفهم. ال اي واحد. ممكن احنا عاملين احنا عاملين عشرة. كل واحدة واحد في المية اتنين في المية ده كلها تستهفى كل واحدة لوحدة. تمام? ايجي من هنا بس نعمل وبعد كده ينزلينها عند دي نعملها خمسة او عشرة دولار. تمام? سبع يورو. سبع جنيس سوري. بعد كده من هنا نختار فين بقى مكان الاودينس اللي احنا عملناه. اه شايفين اه اول واحد. من واحد لاتنين في المية. اذا اختارته خلاص مش محتاج ان انها استهداف حاجة تانية. مش هتكتب تحت في التارجيت اي حاجة. وديها تشيلها هتعملها ايه? او ممكن تسيبها. تمام? او لو انت في دولة معنا هين المستدفى فاكيد تختار الدولة دي. تمام? هنا طبعا دي هنغيرها تانية او ممكن تسيبها. الحاجات دي انا بحب ان انا سيبها. بصد اعايز تغير فيها عادي. بس مش تفرق كتير. تمام? بس الافضل ان انت تسيب الفيسبوك هو اللي ان نشوف. دي برضه هتسيبها اوتوماتيك مش هتتغير فيها هتسيبها الفيسبوك هو اللي يدور براحته لان انت هنا تقول الفيسبوك هاتلي ناس مهتمية زي الناس دي. فانت سيبه هو براحته اه يعني ما تبقاش محيص. وهنا برضه اكتب الاسم تاني. تختار اسم بتاعتك او الصفحة بتاعتك. معي. علش الفيديو طويل شوية. بس مهم. يعني فيه مدخص تقريبا المجال. تمام? كده بعد ما تعمل نفس الكلام من الصورة والحاجات زي ما عملنا تجي منها تعمل اللي هي الاهتمام تعمله وتقول له بقى عايز تسعة مرات. احنا عملنا واحدة فضل تسعة. شايف عملنا? وتبدأ بقى تغير واحدة واحدة من اللي هي اتنين في المية تتعليسة في المية اربعة في المية خمسة في المية ستة في المية. تمام? وهكزا تغير من فوق وتمسح الكوبي وتنزل تحت تغير لاتنين في المية شايف دي من واحد الاتنين احنا نعملها ايه من اتنين آآ من اتنين لتلاتة. صورة احنا عملنا اول واحدة هي احنا غلطنا بس هي اول واحدة واحدة في المية وبعد كده من واحد الاتنين. احنا غلطنا بدي. بس هكذا تبدأ تغير واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا. طيب بعد كده دي تاني اللي احنا اتكلمنا فيها آآ بس دي المراضي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. نفس الكلام بالضبط وانا كاتب لكم الساعات وكاتب لكم كل حاجة تبقى شايفها قدامك عشان تبقى الحاجات دي خدها سكين شوت او خليها قدامك عشان لما تبدأ تشتغل تبقى انت بتبص على هلها انا ماشي صح ماشي غلط الكلام ده كله تبقى متابعة كل حاجة بالخطوات. طيب من اول هنا بقى هيبدأ الشغل العالي شوية للناس اللي بدأت توصل لآآ لنوة اعلى شوية في تمام. فهنا بقى هنبدأ الشغل. فهيكون كل عمل الفترة اللي جاية او النوات اللي جاية دي هتشوفه معي هتقرؤوا الكلام ويتنفذوا ورايا اللي انا بقوله ده. عشان تكون كل حاجة واضحة معكم تمام. نكون انتهينا من الكورس ده التوهيل شو هي. آآ كل حاجة واضحة فيه. الامور اظن سالسة. وعايزكم ما تنسوش تنزلوا وتعملوا وتعمل تفعل الجرز. المتفعل الجرز اهم من وتعمل لايك وتكتب كومنت. اي حاجة مش فاهمة في الفيديو ده وتكتبها تحت في الكمنتات عشان ارد عليك فيها. او لو عايزين فيديو حاجة معينة بتخصص معين اقدر ان انا افتكوا بها عندي على القناة. هتكلم في بتفصيل عن آآ في فيديوات الجاية كمان عن موضوع عن موضوع الشركة امريكية على القناة عندي ان شاء الله وتابعوني وما تنساش آآ تعمل لايك وتشاري الفيديو لو عشان حتى تاني يستفيد. لو عايز تدخل الكورس الخاص بي محمد جو هتلاقيه هتلاقي لينك برضو بتاع الكورس الخاص بينا. آآ وتخش على الجروب الخاص بينا وكل حاجة هتلاقي لينك تحت الكورس تحت الفيديو. ويلا شكرا في فيديو تاني.